اشتركوا في القناة مجرد من راجل بيختفي او بيطلع اجهزة او لفصحة قصيرة جدا كل الاجتهادات بتروح في سكاك تانية كتير لدرجة انه بعد ما كان مهندس الصفقات تلاحظت ان الفترة اللي فاتت السوشيال ميديا بتدي له لقب جديد بدل مهندس الصفقات بقى كمان مهندس الطرق الكباري ليه الطرق الكباري؟ كل لاعب عنده مشكلة معاندية بيسافر عشان يحاول يستخدم حقه القانوني في عقده هو حر بأي طريقة كانت يبقى المهندس عدلي بيعمل كبري ما لهاش أي علاقة لكن فكرة الكبري وفكرة الكباري وفكرة انتقالات اللاعبين هيكون لنا فيها كلام مهم في حلقة النهاردة حلقة النهاردة في الجزء التاني منها الحقيقة هنقف وقفة مهمة جدا مع الكان مع بطولة الامم الافريقية بكل ما فيها من ظواهر ومظاهر وايضا الكان ما بين السياسة والسياحة هل بالفعل مصر حققت طفرة كبيرة جدا في المجال الاقتصادي والرافض السياحي على وجه التحديد ولا لا ايه ما كسبنا السياسية حتى من استضافة هذا الحدث الكبير بالاضافة الى تفاصيله الفنية والكروية المهمة جدا ده في الجزء التاني لكن في الجزء الاولاني في الجزء التاني هيكون فيه ضيفين عزيزين كبار في هذا الملف المهم جدا في النظر الى ملف الكان ما بين السياسة والسياحة هيكون معنا الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق والاستاذ محمد البهنساوي رئيس تحرير بوابة اخبار اليوم الالكترونية علشان نناقش ملف الكان بكل ما فيه وبكل تفصيلاته نهاردة منذ قليل انتهى اجتماع مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الاجتماع ناقش عدد من الانشطة الرياضية المهمة جدا وافق في ختام الاجتماع على التعاقد مع اتنين من محترفي تنس الطاولة لتدعيم فرق النادي لاعب ولاعبة علشان تنس الطاولة الاهلوية ان شاء الله هتشارك في بطولة افريقيا اللي هتكون في نيجيريا فيها تحديات كبيرة جدا من 30 يوليو الى 4 اغسطس القادمين وفي السياق نفسه ايضا في تنس الطاولة المجلس وافق على احتراف سنائي الاهلي خالد عصر في الدنمارك وكريم ياسر في ألمانيا كما وافق المجلس على صفر طارق جمعة المدير الفني لفريق الغطس في النادي للكوريا الجنوبية للمشاركة في بطولة العالم كمدير فني للمنتخب الوطني وافق المجلس على اعتزال اي عادل لعبة العاب القوة في النادي وعلى اعتزال ايضا غادة حسام لعبة كرة اليد وقرر توفير برنامج اخصائي لجهاز كرة السلة للسيدات وصدق المجلس على اقامة بطولة الاهل المفتوحة للتنس في فرع النادي بمدينة نصر من 16 اغسطس الى 2 سبتمبر القادمين دعم للنشاط الرياضي حضراتكم لاحظينه في كل الالعاب في حرص دائم بشكل واضح جدا انه الاهل يافي بكل التزاماته في هذا الملف المهم عشان تكون فرق الاهل بإذن الله مع بداية الموسم الجديد على درجة القوة والاستعداد لتحقيق طموحات الجمهير الاهلوية لكن طبعا الاهتمام بالكرة لا ينقطع والحديث عن استعدادات الاهل لخوض اسبوع الحسم الاسبوع للأسف اتحاد الكرة السابق او اتحاد الكرة المشلوح فضل انه يفرض لنا الدوري بعد نهاية كاس الأمم الأفريقية فيتبقى اسبوع الفضل والبوائي اسبوع الفضل والبوائي هيكون حاسم جدا ناس نسيت اصلا الدوري كان فيه ايه والنقاط كانت عاملة ازاي والصراع ماشي ازاي لكن بنحاول نفكر حضراتكم انه يوم 21 هذا الشهر ان شاء الله الزمالك هيلعب مع الجونا ثم يوم 24 فيه مبارتين الزمالك مع الاسماعيلي والاهل مع المقولين في نفس التوقيت ويوم 28 ختام الدوري الاهلي والزمالك ويتحدد في ضوء هذه المباريات بطل الدوري اللي الاهل بيضع كل استعداداته من خلال هذا المعسكر اللي بيختتم في اسبانيا للحصول على اللقب والاحتفاظ بالدرع ان شاء الله النهاردة الاهل كان عنده مبارهودية اخيرة في معسكره في اسبانيا يمكن مرت اللي صارت المدير الفني اهتم انه عايز يشرك اكبر عدد من اللعيبة لما بدأ دجانب من التدريبات في معسكر اسبانيا اللي الجهاز الفني مبسوط بكل نتائج هذا المعسكر لكن عايز اقول لحضراتكم انه الاهلي بيلعب مبارهودية بدأ الشوط الاول لصارت شاف فرؤات المستوى عالية جدا لا تافي بدرجة الندية اللي اتحقق له الاهداف الفنية اللي بياسع عليها فالاهلي تقدم في الشوط الاول فقط 6-0 بسهولة كان سجل منهم جونيور اجيه هدفين وحمد فتح سجل هدفين ورمضان صبح سجل هدفين وايضا واليد ازاره سجل هدفين الخواجه شاف النتيجة بتوسع قوي ودرجة الندية مش متوفرة فقرر النشروط التاني يقلبها تأسيمة باللعابة الاهلي مع بعضيهم عشان يحاول يخلق اكبر قدر من الندية ويحاول يجرب بعض النواحة التكتكية اللي هو عايز يختتم بيها المعسكر ان شاء الله ختام المعسكر النهاردة هتشوفوا ملخص لختام المعسكر بكل ما جرى فيه النهاردة بعد حلقة مالك وكتابة هتشوفوا ملخص لكل ما جرى فنيا في هذا اليوم لكن معنا ايضا من اسبانيا الزميل عمر ربيع يسين مفتقناة الاهلي الاسبانيا يا عمر مساء الخير السيد الرحيم مساء النور ازاي حرطك ازاي صحتك الحمد لله تحياتي حرطك وتحياتي المشماند السعادلي ويعني اكيد طبعا زيان على كل ختام المعسكر النهاردة اخر يوم ان شاء الله هيكون في اسبانيا في مدينة عليكنتي علشان بوكرا ان شاء الله نترجع بعد الغابة على طول الى مطار عليكنتي ونركب الطيارة نترجح الى مطار القايرة المعسكر ناجح في اسبراهيم ما في الشك كل ما يتمناه لها في فورد القدم موجود في هذا المعسكر من غرف اللاعبين من وجبات نظام غذائي من استشفى خاص باللاعبين كل حاجة اعتقد انها كانت متوفرة بشكل جديد كمان انتنا هم بتكلم على الجانب البدن الجانب الفاني نجح في البرنامج اللي هو محافظه برنامج كان معظمه على خططين تدريب صباحي خطري المسائي المعسكر اللي يقب بسانيا كان عامي جدا وبنفس الوقت هو كان طالب المتشاكل دية مختلف او بمستوى قوة مختلف ما بين البداية ثم المباراة الثانية ثم المباراة ثالثة وبالتالي حرزك مستمعات المسائة يعني اعتقد ان هو عطي إبارة 90% من الشكل والطريقة واللاعبين اللي ان شاء الله هي العبين المباراة المولين والثمان ان شاء الله هيكون فيه مباراة والدية أخرى فيها لقائرة عشان نصمم بها على كل اللاعبة اللي موجودين حتى اللاعبة ثالثية اللي وصلت امباراة الثانية او اول امباراة الى مقار الزعفة وبنفس الوقت هو ما حبش اليدهم ما حبش ان هو يشاركهم وما بس مفتكين فقط بالتدريبات داخل صالحة الجن ومع كتا حكرا عبدالدين لكن الامور كلها مستقبلة الامور كلها نشى بشكل كبير الراجل مبسوط من المعسكر وشاكل المعسكر ناجح جدا جدا وكمال ايه وطمئن جدا والسلام راهيم هي وجود الدوليين بعد ما عليك امان منتخب نصر ان هم العامل النفس بس العامل النفس لاجه منتخب نصر اللي كان من المنتخب يجب ان تكون موجودة مع الفريق الاول يجب ان يكونوا حتى لو ايام قليلة لكن عشان يقدر يخرجهم من الحاجة النفس التاقي اللي كانوا موجودين فيه علشان يقدروا ان هم يكونوا اه لما يستعين بيهم او لما يكونوا موجودين في ماتش المعوين او ماتش الزمالك ان شاء الله فهي الخطر اللي جاية يقدروا ان هم يحملوا اكثر حاجة موجودة عندهم ويكونوا مع زميلهم يدي واحدة وروف واحدة ده دايما الشعار اللي موجود بلنات غالي ان الراجل الزواتي بعمل حيرة كبيرة في اللعيبة اللي هتشارك فيه اللقاءات القادمة او اللقائين اللي هايكونوا في اخر الدولة اللقاءين والزمالك كل لعيبة زائزة لا بيش عيه لصابات لعيبة كلها عالة في الزوات فاعتقد الزبراهيم ان ان شاء الله يكون ختام للموسم الحي وختام مثالي فوز المدرية لكل القائين وايضا فوزه بلقى برسولة الدولة اللي بتاعني للمدير الثاني والجهاز حاجة كبيرة جدا وايضا لللعيبة والجهاز الهداري الدولة جاية بزادة وزفاهير حتى ان هو مختلف تماما حتى ان هو عنده الروح مختلفة واللعيبة عندها ايضا باسترار للفوز بالدول بشكل جيد صبيعي عمر الباسة توصل للقائرة امتى ان شاء الله ان شاء الله احنا هنتحرك بالضبط 12 ونص السيارة هتكون حوالي الساعة 3 ونص بالتوقيت الثانية ده نفس ساعة القائرة وان شاء الله على الساعة 9 هنكون مابودين في مطايرة القائرة 9 متاع ان شاء الله هنكون مابودين بالليل علشان خاطر اللعيبة تمتعيزه ايضا انا حالك عارف انه اول كل حاجة محفوظة البرينامج محفوظ ده نقطة حالك يكون في مباراة ودية اول من اللعيبة ان شاء الله توصل هتعرف معايد التغريب هتعرف معايد اللقاء الوقت القادم وعايد من خير يعني تمتعيزها في بعض اخر لكن تسعة تفعب بالليل ان شاء الله التيارة هتكون موجودة في مطار القائرة القادمة من المطار على الكنبيت أسباني ان شاء الله 9 مساء غدا السلساء نعم ان شاء الله ان شاء الله ما اتحدد المطش الودي ممكن يبقى امتى ولا خلال لسه لا لسه انا اوصل على ذلك المستر مارس الاساتي قال ان هو عايق تلع مباراة ودية في القاهرة عشان يعني بنسبة 95% يكون استقادة على الاسم اللي هيبدأ بيها المباراة الحمد لله عندنا كل حكومة مكتملة عندنا حراس المرنة مكتملة عندنا خط التفاع مكتملة عندنا كل حاجة مكتملة وبالتالي بنسبة 95% صورية اللعب الاسماء اللي هيكون موجودة في المباراة هم دول اللي هيكون ان شاء الله موجودين في مباراة المعولين ومباراة التمالي علشان كده بقول لحراك المعسكر ذا كان فرصة جديرة جدا ان هو استفيد بالوقت استفيد ايضا دعاني المهم جدا رسول إبراهيم ان اللعيفة كلها موجودة واللعيفة كلها مكتملة فنية وبدنية ده مؤمنة جدا كان بيعاني منها وحراك حالي اكيد وكل الألوية عارفين ان الراجل كان بيشتكي ان صفتة الإصابات وان الصفوف ده مكتملة يقضي كل الصفوف مكتملة وبدأ ان هو بدأ ما يكون عنده خيار واحد بيعانده خيارين وثلاثة واربعة خباقة بخيرة وفي نفس الوقت اللعيفة كلها حماس وكل اللعيفة يكون موجود يثبت نفسه الربط الحربع فيه وريد أطار ومراهيم واحد وين بيعادل بشكل رائع جدا تحت اليمين احد الشماء احداك اشعيم متعلق بشكل كتير ونلاقي ان رمضان صبح الشحاء الجراث كل الناس اللي موجودين فيه نص الملعب حمد فتح وصمع شور عمر الصلاية حركة تائف كل مركز فيه بسم ده ما شاء الله اكثر من ثلاث ارض على العيبة وبالتالي مفيش وقت ولا ما شاء الله يعني ان لا احتجدش تاني هييجي على نص الملعب الملعب والجاز الفني في المسلم الحالي هيكون عنده وفرة وكثرة قبل مباراة المعولين علشان يقدر يستقر ويقدر يطمم بيها رسميا وختميا على لعبة مدن الاهلي قبل مباراة المعولين لذا انا شاهد من وقت نصر واللعيبة كمان تتكلموا فيها ان هي دي مباراة البطولة مباراة المعولين هي دي مباراة البطولة لا غنى عن الثلاث نقاط لا غنى عن الفوز ايضا مباراة الدمالك منزبالة تكون ختم جيد وختم رائع وتأكيد لفوز ببطولة الدوري العام ان شاء الله على خير اتمنى لو نستوتيت ان شاء الله كده لما نيجي بسلامة صرعيم ان شاء الله يكون عندنا البرجنم بشكل واضح وبشكل صريح نادر احنا نتكلم بمطول على الفرقة لأهلي العام ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية وهيكون آخر مباراة قدية لجهد العهلي قبل المباراة المعولين ان شاء الله وتيجوا بألف سلامة شكرا جزيلا للزميل عمر ربيع يسين موفد قناة الاهلي الى اسبانيا اعتقد حتى حضراتكم في الصورة كاملة للختام بتاع المعسكر وكل المكاسب اللي تحققت بالذات من الناحية البدنية لانه معسكرات الاعداد اهم حاجة فيها للمدربين محاولة الارتقاء بالناحية البدنية تجهيز اللعيبة للحالة البدنية صحيح ان الراجل في مأزق غير طبيعي انه بيستعد للموسم اللي فات وده برضو من عبس اتحاد الكرة ومن فوضى الجبلية في فريق بيعمل معسكر اعداد بيستعد من خلاله للموسم اللي فات اللي الناس مشيت منه بقالها كتير جدا ولعيبة انتقلت ولعيبة سفرت لكن لسه في اسبوع باقي ده اللي فرضوا علينا اتحاد الكرة واللي كان نتيجة الطبيعية اللي وصلنا له في البطولة لكن عمر وها بيتكلم على انه مرت اللي صارتي بيقول ان ده موسم استثنائي جدا كان بطولة تعني الكثير له للعيبة النادي الاهلي عشان كده افكركم فاكرين لما الناس كانت بتسخر من فريق النادي الاهلي وتأخير ترتيبه وكان متأخر بحوالي 17 نقطة والناس كانوا بتقول ايه النهاردة الاهلي على صدارة الدوري الاقرب باذن الله تعالى لتحقيق اللقب بعدما كان متأخر بفارق 17 نقطة دلوقتي بيتقدم بفارق 6 نقاط وعنده فرصة كبيرة جدا للحفاظ على اللقب باذن الله واللي يعني الكثير لمرت اللي صارتي زي ما قال في تصرحاته وقال انه كان اصعب المواقف اللي واجهها خلال هذا الموسم الشاق والغريب جدا مباراتين مع سانداونز وايضا مبارات بيرامدز قال انه سعيد جدا بتجديد استعارة رمضان صبح وقال ان العيب يملك قدرات عالية جدا والعيب لسه شابه صغير وقدامه مستقبل كبير قال انه سعيد جدا بالحالة اللي وصلها صالح جمعة وقال انه كان يتكلم معاه كتير قبل ما يستعيد صالح حالته البدنية ويجهز نفسه بشكل كويس جدا لغاية لما وصل انه يبقى لعب من اللعيبة الاساسين اللي مهمين في الفريق بيأكد ايضا مرت اللي صارتي على انه جريزمان بيعمل برنامج اعداد خاص للشباب وعنده اهتمام كبير بعدد من اللعيبة الصعدة اللي شايف فيهم مستقبل فريق الندلالي وفي نفس الوقت مرت اللي صارتي سعيد بدعم مجلس الادارة للفريق وبتلبية احتياجات الجهاز الفني والتعاقد مع العناصر اللي الاهلي محتاجها على ذكر العناصر اللي الاهلي محتاجها وعلى ذكر الصفقات الحياة في كلام لازم ان نقف عنده شوية لانه لما يكون الجرائد والمواقع كلها مليانة باخبار مفاوضات للاهلي هي صحيحة ولا مش صحيحة هي جدة ولا مش جدة هي في بداية مراحلها ولا اجتهادات لكن في الاول وفي الاخر دي فترة فيها مفاوضات فترة مركاتو انتقالات كل الاندية حقها الطبيعة انها بتفاوض كل اللعيبة اللي بتلبية احتياجاتها ومحدش يقدر يحجر على حد بيتفاوض مع نادي على دعم صفوفه اذا كان ده حق مشروعه حق طبيعه كل الاندية بتمارسه ليه لما النادي الاهلي يمارس هذا الحق الطبيعي يبقى الاهلي بيقرصن يبقى بيخطف يبقى بيفرغ كده غيره يبقى بيدعم يبقى بيقو فرقته يبقى بيعقد صفقات مهمة مع انه نفس الفعل ونفس الحق الامر لا يعني اي حد ولا يعني لما يطلع حد يقولك فيه بالذات في ملف الاهل والاسماعيل وانا ليه بقولكو الاهل والاسماعيل كنت اظن ان احنا تعلمنا شوية من درس الاهل وبرسعيد وكان ظني انه اربع وسبعين روح سقطت في ملعب بورسعيد نتيجة هذا الاحتقان غير الطبيعي وبس الكراهية والحقد والتعصب والتوتر والعداء بين جماهير افضت الى ما افضت اليه ربنا ما يعيدها لكن ده كان نتيجة من نتاج الحالة القائمين على الكورة وعلى الرياضة وحتى على الاعلام الرياضي ومسؤول الان ديه وصلوا الجماهير لها وصلوها للمرحلة ديه كنت تفاهم انه الامر لما يوصل لهذا الحد الناس تنتبه وتلتفت وتستيقص شوية لانه 74 روح دي مسألة مش هينة تقريبا دي الكارثة الافجع على في تاريخ كورة القدم حول العالم بس للأسف ما تعلمناش منها او مش عايزين نتعلم منها يطلع علينا حد يحرط فيه اتجاه علاقة الاهل بالاسماعيلي ويتكلم على انه ده الاهل اللي بكرهك وقول انتو بتكرهوه بأمرت ايه لا اصول الاهل اللي بيفرغ الاسماعيلي من لعبته طب هو كلام يعني هو اي كلام وخلاص ولا فيه واقع وفيه حقائق الاسماعيلي شأنه شأنه كل الاندية عنده لعبة كويسة بتنتقل منه للاهل او لغير الاهل الانتقال يا اما بيبقى انتقال حر يا اما بيع وشراء زي ما بياخد من الاهل بيد الاهل وزي ما بياخد من الزمالك بيد الزمالك محدش بيقول انه الزمالك على سبيل المثال الحصر في خلال السنوات الاخيرة اخذ من الاسماعيلي معظم اللاعب الكويسة بيعوا شيروا حقه بس ليه هذا الحق لما الزمالك يضم مثلا عمر جمال وقبل منه شوء السعيد وقبل منه بهاء مجدي وابراهيم حسن وباهر المحمد اللي خده سابه وصالح موسى واحمد علي كله دول انتقلوا في خلال سنتين ثلاثة خلال الزمالك لا محدش يذكرهم يرجع يتقال قصو الاهل اللي فرغ الاسماعيلي من لعيبته طب هو الاسماعيلي اما النهاردة في المصر اليوم في المصر اليوم مش في مجلة الزمالك في المصر اليوم جورنال مستقل مفترض يعبر عن الكل يبقى فيه كاريكاتير للفنان عمر سليم والرجل زمالكاوي وحقه الانتماء لأي نادي زمالك نادي كبير محترم زي الاسماعيل وزي الاتحاد وزي المصر وزي كل أنديتنا الشعبية لكن لما هذا الانتماء أو هذا الحق يوجه في اتجاه بس الكراهية بين الأهل والاسماعيلي التحريض على العلاقة الشعبية بين الأهل والاسماعيلي غرس مفاهيم التوتر والقلق بين جماهير الأهل والاسماعيلي ولأي كاريكاتير النهاردة تحديدا في المصر اليوم بشرة للأهلوية بمناسبة الأوكازيون يعلن نادي الدرويش عن تخفضات تصل إلى 70% اشتري محمود متولي وخد فوقيه لعيب تاني ده اسمه ايه بقى ده اسمه ايه خدوا بالكو الزمالك بيفاوض محمد عواد طيب ما حدش بيتكلم حقه يتفاوض ينجح في المفاوضات أو لا ينجح دي مسألة ما تخصناش بالتأكيد ان كل نادي زي ما قلتلكوا عنده الحق الطبيعي انه يدعم صفوفه باللي هو عايزه لكن ليه لما الأهلي يتقال انه بيتفاوض يتقال الأهلي ما اعلنش بس يتقال في الإعلام يبقى النتيجة بس هذه الروح إقاع هذه الفتنة بين الجماهير التحريض على هذه العلاقة يطلع مسؤول غير مسؤول يقولك الأهلي ومش الأهلي ونلاقي الكاريكاتير يتكلم على أصله الأهلي ومحمود متولي وخد لعب زيادة بالشكل اللي انتوا شايفينه بكل ما فيه من سخرية وكل ما فيه من تحريض ما حدش بيستوقفه أبدا زي ما قلتلكوا زي مالك ضم كل اللعيبة دي من الإسماعيلي ابتداء من رضا سيكة لإسلام الشاطر لهاني سعيد لعصام الحاضري ثم أحمد علي ثم صالح موسى وباهر المحمد وإبراهيم حسن وبهاء مجدي وشو السعيد وعمر جمال كل دول انتقلوا ومحمد يونس انتقلوا من الإسماعيلي للزمالك طب الأهلي الأهلي اللي ما فيه فريق في الدوري اللي عنده لعيبة من ولاد النادي الأهلي ومن مدرسة الكرة في النادي الأهلي تحديدة يعني إذا كان الأهلي ضم من الإسماعيلي ما نضم وحنقولهم لكن محدش بيستوقفوا الحقيقة إنه الإسماعيلي ضم من الأهلي أكتر ما الأهلي ضم من الإسماعيلي بل بالعكس ربما كان اللعيبة اللي الإسماعيلي خدها من الأهلي عدد كبير منهم من ولاد النادي الأهلي يعني اتربوا في مدرسة الكرة في النادي الأهلي يعني الأهلي كان السبب في إنه دول يلعبوا كرة وينتقلوا للإسماعيل والغير الإسماعيل وحق الإسماعيل محدش يقدر إسماعيل ينادي كبير ومن حقه يتفاوض ويدم اللي هو عايزهم بس أنا بتكلم على إنه ليه الأهل لما بيدم يتعرض لهذا التحريض وهذه الإساءات وهذا الإيقاع بينه وبين الجماهير في الإسماعيلية عشان بعد كده تحدث كل المشاكل اللي بتحصل ومحدش بيتكلم على إنه النبت بدأ منين الغرس الخبيث كان بدايته إزاي؟ محدش بيستوقفه ده إحنا اللي بنصنع هذه الكتلة من النار وبعد كده نحاسب حرقت مين وحرقت ليه؟ إحنا اللي بنوقضها الأهلي من ولاده من أبناء مدرسة الكرة فيه اللي انتقلوا للإسماعيلي إبراهيم سعيد أحمد صديق أحمد سامير فرج هاني سعيد محمد فضل محمد جودة كريم بامبو آخر واحد دول ولاد النادي الأهلي طيب انتقل للنادي الإسماعيلي من النادي الأهلي اللعيبة دوليين اللعيبة دوليين كبار منهم كبات كانوا في النادي الأهلي إذا كان عصام الحضري ولا شادي محمد ولا مجد طلبة انتقل من الأهلي بعد ما لعب آه ابن الزمالك واحترف في اليونان جي الأهلي وبعد كده راح لإسماعيلي والقايمة تطول بالكل اللي أنا قلته الملكه مصريين وغيره حتى أمير سعيود الجزائري أحمد صلاح حسني الممثل الكبير دلوقت مهاجم الأهلي وابن الأهلي وابن مدرسة الكرة في الأهلي واحترف في الخارج في فرنسا ولما رجع أو في ألمانيا ولما رجع رجع اللعب في الإسماعيلي حدش بيتكلم كله بيتكلم على نجاح بركاته ومجموعة إسلام الشاطر وأعماد النحاس وسيد معوض اللجوم النادي الأهلي ومحدش بيقول هو النادي الأهلي يعني ضم من الإسماعيلي بشكل مباشر بيع وشرة شرف عفضيل يعني عبدالله السعيد لعيبة قليلة جدا ثلاث لعيبة ومحمد عبدالله بيع وشرة من الإسماعيلي للأهلي غير كده الإسماعيلي يبيع محمد بركاته والكلام لجمهور الإسماعيلي إسماعيلي بيع محمد بركات برقم كبير لأهلي جدة تقلق مع أهلي جدة وخد كاس ثم أهلي جدة بيعوا للعرب القطري لعب سنة والعرب القطري بيعوا للنادي الأهلي بتقولك لا الأهلي هو اللي عامل الكبري ده عشان ينقل بركات يعني الأهلي عامل كبري القاهرة جدة جدة الدوحة الدوحة القاهرة كده على ذكر الكبري اللي بتقال اللي وين دون طيب زمالك تفاوض مع بركاته وقف العرب القطر وبعد كده قالك لا مش هيدمه ومريض وعنده الغدة الدرقية ومش هيكمل لما نجح بقى الأهل خطفه من الإسماعيلي زي إسلام الشاطر الأهل يقدم عرض للإسماعيل عشان يضمه والزمالك قدم عرض ماديا كان أقل من عرض الأهل رايح أنا فاكر وقتها المندوق الحسيني أمين سندوق ناد الزمالك راح للإسماعيلي قدم العرض بتاعه أقل من عرض الأهل والمهندس برايم عثمان قال أنا هبيعه للإسماعيلي للزمالك رغم أنه العرض الأقل بس عشان أشتري سكوت جباهير الإسماعيلي إسلام الشاطر حط بند في عقده شرط جزائي طيب الزمالك أعار إسلام الشاطر للاتحاد جد السعودي لعب سنة في الاتحاد رجع استخدم الشرط الجزائي بتاعه وجي النادي الأهل يبقى الأهل خطفهم الإسماعيلي بأمرت ايه زي إعماد النحاس الزمالك الإسماعيلي بيبيعه للنصر السعودي انتقال كامل والناس قالت إنه إعماد أعجز وخلصوا وبطلوا الكلام من ده النصر السعودي بعد سنة إعماد مش عايز يكمل معهم كانوا رايح مع كابتن محسن صالح المدرب وقتها وكابتن محسن مشوا إعماد مش مبسوط وعايز يمشي عرضوا للبيع انتقل للنادي الأهل باع الأهل هو اللي عامل الكبرى مع النصر السعودي وهو اللي أضر الإسماعيلي مع أنه الإسماعيلي هو اللي بايعوا بيع كامل بصفقة كبيرة القصد إن ذكرة انتقالات العيبة لما الأهل بيضم أي لعب يبقى لا ده عمله كوبري وهو اللي جابه والأهل بيفرغ وخلص الناس بقى يتفاهمة لكنه الخطر كله في تحريض الجماهير ضد الأهل في هذه المسألة وباستمرار في حرص على الإقاع وإحداث هذه الفتنة وزي ما قلتلكم ما تعلمناش من اللي حصل وما استفدناش من درس برسعيد إحنا في بطولة بطولة الأمم الأفريقية واحدة من أهم المكاسب اللي فيها لحمة الجماهير ووحدتها صحيح إن المنتخب ما كملش في البطولة عشان صورة الجماهير المتحدة دي مع بعضيها تكمل للآخر لكن ده إحنا ملتفين حوالين فريق الجزائر شي رائع جدا وشي طيب إن احنا نلتف حوالين منتخب الجزائر كمنتخب عربي بقدم كرة حلوة جدا وممثل لكرة العربية بشكل محترم في البطولة وإن شاء الله يفوز على السنغال في النهاية يوم الجمعة ويتوج لكن أنت متخلين إن احنا ملتفين حوالين فريق عربي ومش قادرين نلتف حوالين مسابقتنا احنا الزمالك بيتفاوض والآهل بيتفاوض من حقه يتفاوض ليه لما ده بيضم يبقى حقه وليه لما الآهل يضم يبقى بيقرصن وبيخطف وبيفرق وبيحرب ليه إمتى هذا الخطاب الإعلامي يتغير إمتى نعد درس بجد إمتى ناخد بالنا إن احنا بنخاطب جمهير فيهم كتير جدا مع صاروش فيه ولاد صغيرين مع صاروش هذه الفترات فيه ناس برضو مستوها حتى التعليمي والثقافي قليل جدا بتسدأ أي حاجة فبنحرض بنحرض وبنوقع الفتنة وبنبث الكراهية بهذا الشكل أتمنى إن احنا لو في حاجة من كاس الأمم الأفريقية نخرج فيها بعد كده إن احنا حتى وإحنا بنتغير إحنا عاملين بنية تحتية هيلة جدا عايزين نخرج من كاس الأمم الأفريقية بشكل مختلف عايزين نطلع من البطولة وعندنا مكاسب كتيرة طورنا الفكر الرياضي هنقدر بشكل أو بآخر نحط رجلنا على طريق صحيح بالنسبة للاتحاد الكرة في كلام على تعديلات في قانون الرياضة في كلام على وجوب إجراء انتخابات في اتحاد الكرة في كلام على إنه التحقيقات لازم تبدأ فور انتهاء البطولة في كل ما حدث مع المنتخب في اتحاد الكرة في البطولة وحواليها كويس وإحنا بنتغير عايزين نتغير في خطابنا الإعلام الرياضي اللي ما بيفرقش ونكون حارسين ومدركين جدا إن احنا بنخاطب جماهير بنخاطب جماهير فيها كتير جدا بيحكم على الأمور بمشاعره وبعوطفه فمن الخطورة بمكان إن احنا نفضل نبث هذه الكراهية ونغزي هذه الروح لتحقيق مكاسب في الوقت اللي الزمالك بيدافع على حقه في التفاوض مع عواد لازم أن يحدف طوب على ما يقال إن هي مفاوضات للأهل مع محمود متولي إذا كنت انت بتتفاوض ما هو التاني من حقه يا تفاوض هذا النادي أو زاكى النادي عنده رغبة في الإبقاء على هذا اللاعب محتاجه دي أمر يخصه هو لكن ما هو العالم كله فيه مركاته وكل الدول اللي بتمارس كرة القدم عندها انتقالات لعبيين بتحددها نظم وقواعد لا صوت عالي ولا جعجاعة ولا فتوانة ولا أي حاجة من ده على الإطلاق أتمنى إن احنا وإحنا بنتغير وإحنا بننشي هذه البنية التحتية الرائعة جداً وإحنا حتى بنحاول ندخل الجماهير بضوابط في تنظيم عمليات الدخول للملاعب إنه فكر المسؤولين أو بعض المسؤولين عن الأندية يتغير وخطابنا الإعلامي فعلاً يتغير ويراعي مشاعر الناس ويراعي طبيعة الجماهير النهاردة يمكن على ذكر الكان النادي الأهلي استقبل الإعلامي الجزائري حفيز دراجي المعلق الرياضي الشهير الراجل كان عنده سعادة كبيرة جداً بزيارة النادي الأهلي أنا سعيد كمان على المستوى الشخصي باللحمة اللي حصلت بين الجماهير المصرية عمتاً والجماهير الجزائرية اللي هي بتملأ القاهرة وفندق القاهرة وحريصة على حضور البطولة وسعيدة جداً الجماهير الجزائرية والتونسية وقبلها جماهير المغرب وجماهير كل القرى الأفريقية بس ربما كانت الدول العربية بحكم الموقع والعلاقة بقت عندها سهولة في الحضور للقاهرة أكثر من بقية الدول أو جماهير الدول الأفريقية الأخرى سعيد بهذه الروح وسعيد أننا قدرنا نرمم هذه العلاقة بين مصر والجزائر وإن شاء الله تكمل على خير وإن شاء الله الأشقاء الجزائرين يكونوا سعداء في المباراة النهائية ويحتفلوا بالكاس لأنهم فريق يستحق هل الفريق الجزائري فعلاً يستحق ولا لا؟ هل البطولة بين السياسة والسياحة حققت أهدافها المرجوة؟ ده هيكون موضوعنا في الفقرة التانية اللي حنستضيف فيها الكاتب الصحفي قال لأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق والكاتب الصحفي الأستاذ محمد البهنساوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم هنقبلهم بعد الفاصل لكن قبل ما هنطلع للفاصل هنشوف حوار مع القنصل المصري في أسبانيا الأستاذ طارق سراج في ضيافة الزميل كريم أحمد في معسكر الأهلي في أسبانيا نشوف هذا التقرير وبعد التقرير نرحب بالأستاذ عماد حسين والأستاذ محمد البهنساوي طارق سراج القنصل هنا في أسبانيا اللي مشرفنا طبعا في معسكر النادي الأهلي بنرحب بيك طبعا معالي القنصل ومتوجد مع النادي الأهلي وشايفين كمان الأولاد النادي الأهلي وحب أكيد النادي الأهلي نادي الأهلي بيمثل مصر في كل المحافل بشكل عام بتشوف المعسكر إزاي وانطبعك النهاردة بعد أول لحظت لك في الوصول طبعا تنورتونا وشرفتونا أنا شايف أجواء إيجابية جدا في المعسكر شايف جدية من لعيبة وطبعا هو ده يعني السم المميز للنادي الأهلي دايما النادي الأهلي دايما هو بيمثل مصر وهو قيمة وتاريخ سواء على مستوى أفريقيا أو على مستوى العالم من الأندية اللي بتقدم دايما أداء راقي في البطولات القرية وبيبقى ليها متابعين ومشاهدين في كل أنحاء العالم ولنا شفتوا النهار ده أن فيه جدية وفيه إصرار وفيه استفادة قصوى من المعسكر اللي هما بالموجود هنا في أسبانيا في منطقة أليكانتي المكان اللي احنا متواجدين فيه مكان مميز جدا لإنشاء معسكر لكن بشكل عام يعني المكان اللي طب حيك على الدرسه وعارف الأماكن الكويسة جدا هنا أليكانتي كلمنا عليها وكلمنا على الفرق الكبيرة كمان اللي بتيجي هنا في المعسكر طبعا كلنا عارفين هنا في أليكانتي فيه فاسيليتز فيه منشآت رياضية على أعلى مستويات وفرق كتير قوي سواء أسبانيا أو من خارج أسبانيا بتيجي تجري هنا سواء على مستوى الفرق بتيجي تجري معسكراتها تدريبية أو على مستوى شخصي كلنا عارفيني أن دايما مراحل الاستشفاء كان نجمينا كبير محمد صلاح والمدرب اليقى البدنية بتاعه وأسباني الجنسية ودايما بيجيبوا هنا للاستفادة من مشآت الردية الموجودة في أسبانيا جو الطقس هنا مختلف في شكل كبير يعني بتبقى الساعة 11 بالليل واللسا النور طالع طالع بيه طبعا أمر شوفنا سبحان الله طبعا ده 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 أمر مهم وزود اللعيبة خبرة بشكل كبير جدا نكلمنا عن الجو والموضوع ده أثر معاك أول ما جيت هنا ولا لا لا أكيد هو أثر معايا لأن احنا أول شهر ليه هنا في أسبانيا كان رمضان في شهر تمانية فطبعا احنا كنا يعني بنفتر ساعة حوالي عشرة لعشرة مساء بس يعني سنة بعد التانية انت بتقدر تاخد على الأجواء دي بتقدر ان تبقى جزء من حياتك وهو بيبقى بيديك مساحة أكتر للاستفادة باليوم يعني بيبقى تقدر وخاصة لو في معسكر تدريبي انت بيبقى عندك مساحة النهار كبيرة تقدر ان انت تعمل العديد من الأنشطة التدريبية على الصبح وسواء بالليل وهمش بيبقى بليل الدنيا ظالمة قوي يعني بتقدر ان انت يعني تبقى فيه أجواء مختلفة انا عايز اروح للأبطال بقى وعايز اروح للنجم اللي عايزة تصار مع روضان صبح الأولى انا عايزة اعرف بيك وقال ليه ليا اسمك ايه انا اسمي مايو ليه مايو انت بحب النادي لأهلي بقى انا بحبهم جدا وعلى طول بتفرج على المرشاة وكمان على المنتخب المصري لما كان في أفريقيا وكمان في بطولة العالم بتاع كاس العالم في روشا كنتوا بقى بتاع بيها على طول في انا تحت الصور مع مين اولوها تحت الصور مع المرش ايه رمضان صبحي او اللي رمضان صبحي اسمك ايه حسام حسام ايه حسام غالي ولا حسام 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 قول اسم حسام طارق كذا قول طارق صدار اولي انت بتحب مين في اللعيبة وعايز تصور معاك ام رمضان صبحي ورمضان في شبه منك بصراح اقول لي كمان انت بتحب النادي الاهة بتشجع نادي الاهة في المنشرة ولا لا اه بتشجع طب عايز تقول للعيبة وتحب تقولهم ايه ام ام العبو العبو طورة واه رمضان واجم اخد Sand Wang واتسابه الدولي رаботعلي بريي اسمك ايه هايا هايا عامل ايه هايا كيسا انت بتحبي الاهل اوى اه بتحبي مين في الاهل بتحبي مين في لعيبة الاهل ولا مش عارفة من اللعيب اما احبي حمد صلاح في المنتخب أقولي بقىございます وقال Pla儿 sy 저녁 بقى اقاوديтоım یاستفادةGER اللي أنت منتظّين Allah وسكراً أهلا بحضراتكم من جديد زي ما قلتلكوا قبل الفاصل لا حديث أو لا صوت يعلو على صوت الكان رغم خروج منتخب مصر من البطولة مبكرا إلا أن هناك الكثير من المكاسب ماذا تحقق في الكان بالفعل الكان هتقيدل الستار عليها الجمعة الجاية إن شاء الله لكن في كلام كتير حوالي ما تحقق فيها من مكاسب عشان كده كان مهم جدا يكون ضيفينا اليوم ضيفان على مستوى الحدث أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق أهلا بك أرسامات أهلا بك أرسامات أهلا بك أرسامات أنت إيه بقيت نقد رياضي خلاص خمس مقالات وراء بعض عن كاس الأنب لا ده مش خمس أنا كاتب 12 مقال احنا تكلمنا هنا على سمن مصري سمن مصري يعني طب خلق يعني قدب ليس نحن نحن نرجع لها وأيضا نعنى الكاتب الصحفي قال أستاذ محمد البهنساوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم أستاذ محمد أهلا بك أهلا بك أستاذ عمد وألف مبروك افتتاح صالة التحرير الحديثة أبنا خليك وإن شاء الله يبقى يعني نقلة كبيرة للأخبار وأعتقد إن شاء الله تتطبق في معظم المؤسسات الصحفية المصرية لأن ده المستقبل احنا بنقول أستاذ عمد طبعا أستاذنا في القصة دي احنا بنتكلم على حرب جوفامة بين الورق والالكتروني نحن فأخبار اليوم بنقول إنه في تكامل إن شاء الله يتحقق على مستوى باللتنين يعني أستاذ عمد كاس الأمم بين السياسة والسياحة السياسة هتتكلم فيها بجزء العروبي إن كان لازال هناك شيء متبقي من العروبي اللي تبقى الورط فقط في منتخب الجزائر دلوقتي وأيضا الجانب السياحي بالذات اللي أستاذ محمد بهنساوي واحد من كتاب الصحفين المهتمين جدا بالملف السياحي البطولة يعني ألاحظ إن هي اكتزبت اهتمام كل الكتاب وكل المثقفين حدث خرج برة طور الرياضة طيب خلينا بس نتفع على يعني أنا أظن إن إحنا التعريفات الأساسية بتريح الأمور هي كرة القدم وإحنا زمان إحنا كنا نلعيبها بصعب بعض كنا بنكسبكو بس مش وقت لا 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 صحيح كنا نكسبكو طول الوقت مش وقتو خلينا هنا يعني كان زمان فكرة الكورة إن هي شوية تعالي بيلعبوا كورة وروح يلعبوا قدام بيتكو وابتاعوا واللي بيزعل بيأخذوا الكورة ويروح صحيح ماشي عملتها فينا انتا كتير كتير واللي كان عنده تلفزيونها بيضوص ود مكنشن كان بيفرج الناس بحاجات كانت ظريفة وقتها كانت الكورة شوية تلعب عيال فعلا لكن دلوقت الكورة هي صناعة وسياسة واقتصاد بكل ما تعنيه الكلام معنا تطورت وتغيرت بيئت زمان الغريق وبعض كان فيه الحروب العسكرية الناس كانوا بيتصرعوا صراع مع بعض الحد ما يموتوا بعض اخترعوا الرياضة عشان تبه وسيلة للتنفيس عن الصراعات والحروب صراع إنسانية حد شوي الان بيئت التنفس الرياضي به هو القمة فبيهي بظهر من مظاهر التقدم والهوية القومية هي الرياضة بكل أشكالها عندنا احنا لسه كرة القدم في بعض يعني خلي بالك مبارح كان فيه ملحمة عظيمة غير الرياضية والتنس صحيح خمس ساعات العشر دقايي صحيح في الدور قبل النهاية بين ديكوفيتش وفيدر حاجة ملحمة إنسانية غير طبعية فيها كل عناصر الدراما الإنسانية والرياضية والكراوين فانت هذه ما بيئتش القصة شوية لعيبة فليه أنا كتبت 12 بقول الله حضرتك من 12 يونيو لحد مبارح النهار ده أنا كاتب على الوجه المضيء للوطول الأفريقية إنه كل ما قال بقول يا أخواننا أنا مش هنافس حضراتكم النقاد الرياضين فيه الكتابة عن الجانب الفنية أنا رجل هاوي كرة بتفرج على كرة ومحب الكرة لكن أنا هكتب فيه الجوانب الأخرى اللذيقة ذات الصلة بكرة القدم فتحملوني في الجزء ده فالكرة أنا مش هتكلم على الخطط أنت تتكلم أنت أفضل مني حسن المستكاوي فاتح سنة دبريم حجاز وكل الناس العمالك الكبار أنا بتكلم فيه علاقة الكرة بأي مجالتين بالهوية الوطنية بالروح المعنوية بالسياحة أنا أول مقال كنت كاتبه قبل أن تبدأ بطورة الأمة بقول فيه اختراحات يا أخوانا عشان عايزين ننظم الطريق كويس لو قابلنا واحد ضيف لازم نساعده لو تنظيم الدخول للأستاذ الفنادق الحاجات نهاية بالإيجابيات الكتيرة جدا طيب هنرجع للإيجابيات لكن أستاذ محمد أستاذ عمد بيتكلم على أنه كان لازم نستضيف البطولة أنا أعتقد لما تكون مصر بترأس الاتحاد الأفريقي في هذه الدورة تتصدى لاستضافة كاس الأمم قبل خمس شهور فقط من بدايتها ده كان تحدي صعب هو بس الأول قبل ما أتكلم على التحدي وعلى أجاوب على سؤال حضرتك خليني يعني أعبر عن ساعتي بوجودي في قناة الأهلي ومع حضرتك طبعا يا سوز إبراهيم تاكدها اتنين واحدة بنقول الأهلي بنقول أن الأهلي دايما مضيار فإحنا إذا كنا بنتحدث عن المصر اللي بتضم كل الأطياف دلوقتي وبتضم كل أولادها فإحنا بنعبر عن دافل قعدة مع حضرتك أنت رجل طبعا من في قناة الأهلي أنا سعيد وفخوري وأنا رجل كأهلاوي وبعشاء الفن الحمرة وإنحنا نبقى معنا على نفس التراويز القطب زمالكاوي زالي أستاذ عماد الدين حسين نتمنى لكون البرنامج ده بداية لتصحيح مصاره القروي وعودته الجدد الطريق فطبعا إحنا السعادة هو كاتب على الفيس حتى النهاردة زمالكاوي في قناة الأهلي يعني الناس متفعلة معنا أستاذ عماد ديهرنا دائما بتعباراته الجميلة بصد أستاذ إبراهيم هو طبعا أنا أكمل على القلب الأستاذ عماد هو مش تحدي لقروي ولا تحدي سياسي هو أنا أعتقد تحدي متعدد المهام ومتعدد الأطراف لما أتكلم على أن مصر يسند لها أو تطلب أنها تنظم كاس الأم الأفريقية بلاها بخمس شهور هي ما كانش الهدف أنها تنظم بطولة نظمنا أحسن البطولات الأفريقية اللي تمت كانت تنظيم مصر وطبعا ده التاريخ بيسجر ده صحيح إنما أنت دخلت بتقول أن أنا قادر أعمل أي حاجة وكل حاجة أنا أقول لك حاجة والكلام ده بقوله بصراحة شديدة لأول مرة في البداية وصلني تخوفات من بعض الزملات في المجال الرياضي وفي برضو في مجال السياحة وقالوا لي بالنص إحنا داخلين على فضيحة أرجوك اكتبه في الموضوع ده مصر مش هتلحق الفنادق مش جاهزة الطرق مش جاهزة الاستاذات مش جاهزة وده هتيجي المعاد ده من شخصيات كبيرة ومشهورة يعني أنا أقول لهم والله ألا أعرفه واللي بشوفه بيحصل في مصر من تحديات أعتقد إن إحنا هننجع وأعتقد ده كانت رسالة للكل ورسالة للعالم كله الاستاذات واللي حصل في حفل الفتاح المبهر اللي كان يعني حديث العالم كله أعتقد إن كحاك تبعت كل ردود الأفعال اللي جات إن مصر عملت حاجة تشرف أفريقيا فده كان لازم نعمله لازم نعمله عشان خطير نحن إيه الكحاك عارف وكلنا بنتابع الحملة الشرسة والممنهجة اللي بتتعرض منها مصر من أيام 30 يونيو وحتى الآن لازمنا بنتعرض لهذه الحملة وبتهد في كل شيء جميل عندنا إنت بترد عملي وأعتقد أحد أقوى الردود اللي تعامل إنت تستضيف بطولة بتتبحها أو بتحقق مشاهدات واحد وثلاثة من العشرة مليار مشاهدة حوالين العالم حفل الفتتاح المبهر كل القنوات العالمية وبعدين أفريقيا دلوقتي دي تالت بطولة عالمية وصول صبريين وحاك طبعا يعني دي تالت بطولة من حيث المشاهدة تالت بطولة رياضية فلما أنت تتصدى العمل زي ده وتنجح لغد دلوقتي بامتياز طبعا بعيد عن الخبل التقيلة اللي حصلت للمنتخب بتاعنا عضية تانية عضية تانية كمصر وكتنظيم وكنجاح في التنظيم مبهر على كل المستويات شوف حركة الفرق اللي بتغادر مصر بتقول إيه الجمهور اللي بيغادروا بيكتب عنك إيه الكلام دا لو جمعناه في الآخر وقيمناه أعتقد ما يتقدرش بتمن فكان لازم ناخده التحدي ده وأعتقد الحمد لله أننا عملناه وعملناه بالنجاح هيبقى مرضوده في كل المجالات سواء سياسيا أو اقتصاديا أو سياحيا أو رياضيا وهيأكد على الحق قلته على أننا مش مجرد أننا تولينا رئاسة الاتحاد الأفريقي كدورية الإنعقاد لأ مصر بتعود دورها بزبط وإحنا لمسنا دا يمكن سوز إبراهيم كنا كلينا حظ أننا نسافر مع السادة الرئيس فكذا مناسبة برة وكأخرة يعني حاجة بخصوص أفريقيا وأوروبا في النمسا لأ مصر بتعود بدورها الأفريقي يعني أعتقد الأفريقيا هي مدخل مصر اللي عاودت دورها الإقليمي والدولي وأعتقد أننا نكحين في المجال ده ونكحين في هذا الاتجاه الحد كبير لكن رغم كل هذه المكاسب خروج منتخب مصر أحدث هزة كبيرة جدا واكتدى باهتمام كبار الكتاب والصحفيين هنشوف في هذا التقرير جولة ما بين كتاب أعمدة الرأي عن ظاهرة إرهان البعض على زكرة السمكة لم تجث دموغ الخروج الحزين للمنتخب الوطني من الكان لكن كثيرين يتخوفون من تكرار المشهد صراخ عويل اتهامات وانتقادات وبعدها اللي كان كان القضية لا تزال تكتذب اهتمام كبار الكتاب وصحفيين وأصحاب أعمدة الرأي في الصحف المصرية حتى الأمس وذلك أملا في الإصلاح الأستاذ صلاح منتصر في عموده بالأهرام يكتب تحت عنوان شكرا للهزيمة مستعرضا ما حدث ومتسائلا هي ليست أول هزيمة على أي حال لكن السؤال هل سيستمر مسلسل الفساد الذي يلاحقنا بعد الهزائم الرياضية سابقة أم سنتعلم طريق الصلاح يرد عليه في ذات صحيفة النقض الرياضية الأستاذ أشرف حمود مذكرا الجميع هم يؤمنون بما قاله المؤرخ المصري الكبير عبد الرحمن الجبارتي بأن ذاكرة العوام ثلاثة أيام هم يدركون أن الحرائق تكون حامية في بدايتها وبعد وقت قصير تخمد النيران وتنحسر هو ما يقف له دكتور عبد المنعم سعيد في المصر اليوم بالمرصاد وبوضوح قائلا لا يجب أن يحدث ما حدث مرة أخرى نريد اتحادا للكرة مثل اتحادات العالم ويذكر دكتور عبد المنعم سعيد بأن هزيمة الفريق القومي وخروجه من كأس الأمم شكل كارثة لم تبدأ ساعة إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة لكنها بدأت ساعة انتهاء مباريات كأس العالم الأخيرة وربما قبلها وهو ما يلتقطه منه في ذات صحيفة الأستاذ حلم النمنم وزير الثقافة السابق ومضيفا هذا الأداء الرديء ليس جديدا كان واضحا العام الماضي في موسكو تطايرت وقتها روائح فساد مثل أن أحدهم تسلمات شرتاك اللاعبين فإذا به يبيعها في السوق السوداء يتكرر شيء من ذلك هذا العام فساد متدن أو الفساد الوضيع يرى حلم النمنم أن أخطر ما كشفت عنه كارثة منتخبنا هو أن لعبة كرة القدم في مصر باتت تخضع لمراكز قوى يصرون على تدمير الواقع إنه الفساد المتدني هو ما تتساءل معه الأستاذ سيكينا فؤاد في الأهرام إلى متى سنترك فسادا مورثا ومتجذرا وتصرطا عشرات السنين ليارد عليها في الأخبار الأستاذ عصام السباعي مؤكدا أنه لم يتبقى من آثار منظومة العل الكروي سوى ثروة سويلم المدير التنفيذي بعقد عمل خاص والمستمر كقائم بعمل رئيس الاتحاد رغم أنه نائب بالبرلمان يخضع لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي لا تتهاون في تقاضي أي مبالغ من المال العام يبدو أن هذا هو السؤال البايخ كما طرحه الأستاذ محمد أمين في المصر اليوم يجيب عليه في نفس الصحيفة دكتور عمر الشبكي مؤكدا بأنه ما زال هناك قطاع واسع من الناس رغم حملات التجهيل المستمرة لم يقبل غياب المحاسبة لهذه الدرجة في تعامل مع أخطاء الاتحاد ومع منظومة الكرة والرياضة بشكل عام وهو ما يدفع الأستاذ محمد حسين في الأهرام لختم مقالته الباكية بما قاله سيد حجاب رحمه الله إزاي بنبص الرحنة جو مرايتنا إذا احنا عشنا هربانين من الحقيقة أستاذ عماد تقرير يعني بيجوب بين كتاب الرأي وأنت واحد من يعني كتبت كتير في المنتخب وقضيته هل فعلا للمسألة زي حتى ما الأستاذ صلاح منتصر قال خرجنا يوم أن خرجنا في موسكو لحد كبير طبعا لم يتغير شيء كتير يعني أداءنا كان سيء جدا في موسكو على الأقل تحديدا في مطش السعودية يعني ممكن مطش روسيا لعبنا جيد لكن الفريق الروسي كان قوي لحد كبير لكن احنا مطش السعودية كان مطش كارسي بس هي دي الخامة بتاعتنا كان المطلوب وقتها يعني أتاني أنا أتكلم كان طبعات مشاهد مش ناقد متخصص بس بقول لك الناس كتير قالته أبسط شيء بعيد عن الكورة وبعيد عن التخصص احنا عملنا أداء سيء جدا وتقريبا كنا المركز الأخير أو قبل الأخير في الترتيب النهائي كان المفترض يبقى فيه لجنة تحيي وهي دي المشكلة اللي موجودة عندنا في مصر في الإدارة لا نستفيد من الأخطاء احنا عملنا أداء سيء كان الطبيعي بجيب وبالمناسبة مش حلها النيابة العامة لأنه بعض الناس يقولك أنه حلقهم ضلبتها عجبني رأيك أن النيابة العامة مش هتخلق فريق يعني هتحقق في تجاوزات الحرافات تحقق في وقاع فساد والحراف وبأقصى درجة وتود للمحاكم ومحاكم تحكم في كرة القدم اللعيب اللي نفرض ومجابش يقول مش هحكمه بالنيابة أو مش النيابة اللي هتحقق معها بتعمل لجان متخصصة ناس محترفين وفهمين وبيعملوا توصيات ماشي أماشي الفريق أسرحه ويعمل أي شيء لكن أقول إن الأخطاء كانت كذا احنا ما عملناش ده في بعد روسيا السنة اللي فاتت عدى سنة تقريبا بالضبط وللأسف الشديد غالبية النقاد اللي بيفهموا قالوا إن الوضع سيء بس احنا كان عندنا أمل إن احنا بالراهن شأنوا كل مرة إن احنا بالروح والمستوى بيعلى 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 وبنرجع طريقة الجهر لما راح بركينة فاسه في سنة الثمانية والسعين ولاخد المركز الثلاثاشر وجاب البطولة وجهة أتمنى إنه يبقى دارس لأنه مرة تانية القصة لم تعد كرة قدم فقط كرة القدم صارت تعبير عن هوية قومية بتخلي الناس يباتوا فرحلين جدا أو حزنة جدا فيه دراسات كتيرة اتعملت في علم النفس وعلم الاجتماع وحاجات كتيرة بيت مرتبطة بالكرة فيه علم نفس كرة القدم بيقول إنه الفريق اللي بيفوز أي فريق المنتخب النادي المشجعين بتاعه حالتهم النفسية والبدنية والصحية وكل ما تتخيله مرتبطة بالنتيجة فإن أحسن الفريق شعر جمهوره إنه كويس والعكس صحيح نحن بنشوف ناس بيموتوا من الفرح أو من الحزن نبارح فيه واحد جزائري شابه صغار 17 سنة لما محرس جاب الجن ماك فورا فلو أنا اللاعب أنا عشت عشر سنين في دبي لما الفريق المصري كان بيتغلب وإحنا ناعدين مع العربة شقانة كانت بتبقى كارثة بالنسبة لو جي فريق نص لبا لعب مع فريق ربع لبا في الخليج واتغلب بتبقى أنا زمل كوي جدا كما تعلم كنت بشجع عليها لو بيلعب في الخليج مضطرًا ماشي عشان يخفف عشان كده كنت بتنمس عيد كويس بالضبط فالناس كتيرة المصريين وقتها حالتهم بتبقى مؤس وأي فريق تاني مش إحنا وحدنا فإزاي أنت اللاعب إزاي يدركوا ماذا الأهمية الكبرى اللي هم بيتسببوا فيها في فرح الناس أو في حزنهم لو أدركوا ده المسألة بتتحل فإحنا لسه يعني مش قادرين نوصل ده للعدد كبير من اللعيبة والأجهزة الفنية والإدارية يا أخوانا أنتم بجد بتعملوا قضية قومية القضية معدد شكورة أنتم بتسعدوا شعب أو لو هم أدركوا ده هتبتدي تخطط صح هتبتدي تقود صح هتبتدي تدير صح وتدير المسألة باحتراف مش بأهواء هنا أو هناك مؤكد أن ده فعلا عشان كده كان الاهتمام الكبير فور خروج منتخب مصر أنه لابد من لحظة حساب ربما كانت مؤجلة لحين انتهاء البطولة وزي ما بتأكد تقرير صحفية كتير أنه مع انتهاء البطولة يوم الجمعة لابد أن تبدأ جلسات الحساب والحساب الشديد مع اتحاد الكورة ومع الجهاز الفني ومع كل ما حدث حاجة للأستاذ محمد البيهنساو بالتفاصيل لكنه هنسافر سوى إلى أسبانيا مع الزميل عمر ربيع سين ومعه الكابتن علي معلول الجناح التونسي اللي غاب عن كأس الأمم الأفريقية لعل عمر ربيع سين شوف لنا إيه أسباب غياب علم علول عن كأس الأمم وانطبعاته عن البطولة واستعداداته مع الأهل فضلا أهلا بكل مشاهدي قناة الأهل في كل مكان ومكملين معكم من معسكر أمادي الأهل في أسبانيا مقار بعثة الإقامة وزي ما حضراتكم عارفين وشايفين كوالسنا دايما بتكون كل يوم على قناة الأهل مع لعبي الفريق الأول والنهذا معنا واحد ضطيف عزيز علينا كلنا واحد من أفضل اللعيب اللي جم في مركز الظاهير الأيصر في مصر وفي أفريقيا بقى له كتير مش بيتكلم بقى له كتير مش بيطلع لكن يعني انتهزنا في رصيتنا أنه يكون موجود معنا ونكلمه في بعض الملفات الخاصة بي ومستقبل ومشهور النادي الأهلي في بطولة الدورية وفي بطولة أفريقيا أكيد هو غني عن التعريف أحضراتكم كلكم عرفتوه هو الكابتن علي معلول كابتن علي برحب بيك ومناور دايما من قناة الأهلي مرحبا بيك عمر ومرحبا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي إن شاء الله تكون حصة ممتازة إن شاء الله كابتن علي طبعا وجودك في معسكر الفريق في أسبانيا أكيد عندك رؤية أكيد يعني شايف المعسكر تنظيميا إداريا فنيا تكتكيا إزاي قدرت تستفيد وإزاي شايف المعسكر من وجهة نظرك لعب معسكر ممتاز على جميع الأسعد الفندق متعليقا ممتعنا الملاعب اللي قاعدين ندربوا فيها الأجواء ما بين اللاعبين كل الأجواء ممتازة قاعدين نعمل في معسكر يليق باسم النادي الأهلي إحنا لهنا في فترة قاعدين نحضر وعن نزوز مقابلات مهمين طبعا خيارنا نكون المعسكر هذا في إسبانيا التقس قريب المصر الأجواء يكون ممتازة ما بين اللاعبين كله إن شاء الله يكون المعسكر إن شاء الله ممتاز إن شاء الله تكتن علي تكلمت وقلت على فيه مطشيء مهمين جدا جايين المؤولين والزمالك شايف المواجهات هتبعى عاملة إزاي هل مبارات المؤولين لا تقل أهمية عن الزمالك وهل مبارات المقاولون هي المباراة اللي هتحسن لقب الدول إن شاء الله قبل الختام وقبل مباراة الزمالك كل مقابلة عند أهمية إحنا تركيزنا الكل لعنى مقابلة المقاولين اللي مش كون هي بالنسبة لإنحنا كلعبين إنها هي أهم مقابلة إن شاء الله كي تكسب المقابلة تأخذ ثلاثة نقاط متاعك مش تحط ضغط على المنافس متاعك اللي هو الزمالك نأخذوا كل مقابلة بالأولويات نتاحها مقابلة لولانية ضد المقاولين إن شاء الله نحضروا لها كما يرزموا وندخلوا للمقابلة كما يرزموا نحضروا ثلاثة نقاط إن شاء الله شايف بطولة أفريقيا الموسم اللي جات بعمل زاك التنعليم كان الموسم الحالي النادي الأهلي لم ينجح ولم يوفق فيه الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا بتحلم أنك تفوز بلقب الأفريقي مع الأهلي بتحلم أنك تكون موجود في كاس عالم عنديها إن شاء الله مع النادي الأهلي أي لاعب أي لاعب لازم يجي لنادي الأهلي يعرف أنه النادي الأهلي متعود أنه يأخذ الدوري ويأخذ الكاس لكن الكاس الأفريقية عندها مدة غايبة على نادي الأهلي حاولنا في الثلاثة سنين التي يتعدون أن نكونوا موجودين تواجدنا مرتين في النهاية وما حلفناش نحظر لشنا التوجه بالكاس الأفريقية هذه المرة الثالثة كنا خرجنا عن طريق سندوز ما كانتش مشاركة متاعنا كما يلزم لكن إن شاء الله تركيزنا سنا يكون أكثر إن شاء الله سيبوننا الجمهور يدخل أكثر للمقابلات متاعنا يكون هو المساند الرسمي متاعنا إن شاء الله كاس الأفريقية هذه إن شاء الله تكون للأهل إن شاء الله طيب حركة تكلمت وقلت على جمهور الناد الأهلي ولازم أنت بعرف أن جمهور الأهلي من ساعة فليكس وضيلبرت وفلافيو ما فيش لاعب محترف في مصر جيه وأخذ حب بكل جمهول زي علي معلول علي معلول كل جمهور الأهلي بيعشقه بيحبه وبيموت فيه أنت عارف الشعرات فأكيد علاقتك مع جمهور الأهلي وحبك ده مش من فراغ أكيد هاني بيتمتعه ويستمتعه وكمان خصونا إن هم عارفوا إن أنت بقى عندك روح الفنية الحمرة بك نوجودة داخل دمك وجوه روحك لا أول حاجة أنا نبادلها من نفس الشعور اللي هم يبادلوه فيه كيما قلت أسبق وأنا صرحت في إذاعة في سفيقس إنه صعيب لعب كرة قدم إنه يكسب حب جمهور نادي الأهلي هذا مش من فراغ كيما قلت أنت تعديت أجيال وأجير على نادي الأهلي ولكن فيما لاعبين تعديوا مرور الكراه فيما لاعبين قاعدوا الإسمة من الأيومنا هذا موجود الواحد يخدم على روحه وقاعد يدافع على الفنية كيما يقول ومتاع نادي الأهلي خاطر الفنية ومتاع نادي الأهلي مش هي لعب يمكن يلبسها أه احترام وحب جمهور الأهلي على رأسي من فوق إن شاء الله نكون على حسن نظن في كل المقابلات وفي كل المساوكات إن شاء الله منتخب مصر هل أنت شايف أدب المستوى مطلوب في بطولة أفريقيا ولك ممكن يؤدي بشكل أفضل من كده كان ينجم مخير لكن تعرف الضغوطات البطولة على أرضية البلاد متاع مصر فمبرشة الضغوطات تحطت على اللاعبين لكن هذه كهي كرة القدم اليوم يمكن تكون موفق فيه اليوم الثاني ما تكونش موفق إن شاء الله المتخب المصري يرجع للعادات متاعه إن شاء الله شايف محمد الشناوي زميلك واللي هيكون واقف إن شاء الله في خط المرمى وراك في مبارات المقاولين اللي جاية بمستوى اللي ظهر به ولسه هو مستحوذ على أفضل أو لقب أفضل حارس البطولة بعدد للسطات هل أنت شايف أن المستوى بيطمنك وبيطمن كل زميلك في الفريق إن هو هيقدر يحمي مرمى من أهداف أكيد الشناوي هو الحارس مرمى المصري الأول عمل بطولة بالنسبة لي أنا ممتازة جدا قدم أداة يخليه يكون أحسن حارس في البطولة الأفريقية اللي تعديت لكن عنا زادة حراس أخرين كما شريفة كرامي كما علي لطفي معنا ثلاثة حراس من طينة كبيرة والنادي الأهلي في المركز حراسة المرمى إن شاء الله عنا ثلاثة حراس كبار يعني هرجع تاني نقطة جمهور الأهلي وعايز أعرف رأيك وهل ده بيغني يعني علي معلول بحب جمهور الأهلي لي طبعا بعد عدم اختياره للمتخبتون شفت جمهور النادي الأهلي إزاي يعني مش متخيل كم الحب وكم الكلام اللي تكلم عليه وإنت بالنسبة للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي أنت أحسن ظهير أيصر في مصر وفي أفريقيا مش بس جمهور الأهلي ده كل المحاللين العرب والتوانسة يوم كنا تعديت بالمرحلة هذه بعد كلاس العالم عملتش كلاس العالم ممتازة ما كنتش على في أوجه العطاء متاعي وشوفت المساندة الكبيرة لقيتها من جمهور الأهلي جاتني الحاجة هذه حاجة ممتازة وكبيرة حاصلتها من الناس ما عنديش فترة كبيرة معهم لكن حاصلت الناس هم يحبوني ويحترموني كما نحبهم ونحترمهم حاجة ما زدني كان شرف لجمهور الأهلي الكبيرة يقعد مساند لي والزملائي كل في الفريق إن شاء الله كما قلت لك أن تحس نظرنا إن شاء الله أول حاجة ناديولها من الدولة إن شاء الله إن شاء الله كابتن علي أنت وصلت للمرحلة نود كبيرة جدا دولية ومحليا حتى منتخب تونس كنت تساند منتخب تونس لأبعد الأوقات حتى وجودنا في التمرين كنت دائما تطمن على نتيجة منتخب تونس تسألنا كم كام تتابع نتائج منتخب تونس فأنا أعتقد إن دي عقلية كبيرة وروح كبيرة منك جدا إنك تساند منتخب تونس وزميلك اللي أنت قلت لأنا زعلان على زمالي إنهما ما وصلوش للمباراة النهائية فندوقك ده أكيد يعني شيء كبير وشيء محترم وشيء يليق بلاعب تونس يلاعب بلاعب نادله كما قلت لك عمر أنا ما قضيت شفاترة صغيرة في المنتخب عندي ستة سنين في المنتخب لعبت عن جميع المداربين هذا قرارت عمدرب إنه استبعدني من المنتخب قرارنا نحترمون ناس كل لكن كما قلت لك فما حب لصحابي بينتنا عشرة كبيرة عايشين مع بعضنا ستة سنين نعرفوا بعضنا بالبيه بالبيه حبيت إنه أصحابي يكونوا في النهائي كأننا حبينا يكون نهائي عربي مية في المية لكن الله غالب عملوا اللي عليهم عملوا مقابلة كبيرة مع المنتخب السنينغالي كانوا نجموا يربحوا المقابلة ويكونوا متواجدين توا في النهائي لكن الله غالب قدر الله ما شاهد فعال عملوا بطولة ما تخنيش في البطولة كما يلزم لكن بعض من المدور الستاش من المنتخب التونس يظهر الإمكانيات الحقيقية الحقيقية متاعو إن شاء الله نكونوا في المناسبات الجاهلة الأفريقية والعالمية إن شاء الله خير علي معلول غير إنه هو لاعب كورو قدم بتحب تلعب بلاي ستيشن بتحب تلعب كورة برضا يعني أنت بتحب تلعب كورة بتحب تلعب بلاي ستيشن فأنا عايز أعرف مين اللي أنت بتلعب معا لطول دايما ومين اللي دايما بتحب تلعب ضده ودايما حظك عليه عليه وهو حظه عليه عليك لا أنا احنا تشكيلاً كان معروف أنا وسولية ضد محمد ياني ومحمد نجيل حملتين نهار ده في المقابلات نا 17-11 في دوتا الماتشات 17-11 يعني أنت حريف بك مش بس في الكورة حريف كمان في البلاي ستيشن لاش أنا أسست بس السلائم يجيب جوير بس كابتالعلي إحنا أكيد جمهور الأهلي حابب أن أنت دايما تكون موجود في ناد الأهلي وتختم حياتك في ناد الأهلي وزي ما قلت لك أنت من اللعيبة المحترفة الأولادين اللي كسبوا حب جمهور الأهلي يعني عايز كلمة منك لجمهور الأهلي في الختام تحب تقول لهم إيه دخلين على مطشي مهمين جداً وبداية دوري جديد وبداية بطولة أفريقية جديدة فكلمة من كابتالعلي معلوم لجمهور الناد الأهلي لا أول حاجة أنا نواجه لهم التحية الناس كل ونقول لهم اللي أنا نبعد لهم نفس الشعور والأحاسيس وكل أنا زاد نحب الجمهور الأهلي بالرغم اللي ما عنديش مدة كبيرة معهم لكن الحمد لله للمحبة ما بينا زوزمة متواجدة بالباهي وإن شاء الله أول حاجة إن شاء الله كي ما قلت يكون الجمهور متواجدة معنا في البطولة الأفريقية الجاية وإن شاء الله يكونوا بعدات كبيرة ويسمحوا لهم إن شاء الله بيش يجونا بعدات كبيرة خاطر هما اللي يكونوا دافعوا معنا ويمتعانا أول حاجة إن شاء الله نهديه لهم الدوري هذا نهار 28 إن شاء الله الجمهور الأهلي الكل يكون فرحان ومن بعد السنة القادة الجاية إن شاء الله كل الألقاب اللي موجودين فيها إن شاء الله نحاولوا نتوجب بها إن شاء الله شكرا كابتال شكرا جزيلا واسفين باع للإطارة لا حبيب تسلم كنا مع حضرتكم مع نجم النادي الأهلي ونجم الجبهة اليسرى مش بس في مصر في أفريقيا الكابتن علي معلول ودائما موجودين مع حضرتكم على قناة النادي الأهلي في الحوارات الحصرية من مقار باعثة الإقامة في أسبانيا شكرا لحضرتكم ودائما نشوفكم على ألف خير شكرا للزمير عمر ربيع يا سيد أستاذ محمد عمر وعلي معلول بيطمئنوك على مستوى الأهلي إن شاء الله في الإسبوع اللي باقي من الدوري والله هقول لحكي على حاجة يمكن بس مش عايزين الناس يزعلوا مننا من الفرق التانية هو ما بقاش فارق مع الأهلي هو أنا هيوتاح السؤال العكسي ولا لا لا تتلقى النتيجة بس هو هعايز أقول لحكي على حاجة يا سيد أستاذ براهيم هو يعني بدع المنافسة طبعا ده المنافسة شيء معشروع وشيء يعني شريف رسول أستاذ إعماد يعني قالك إن أنا اضطريت إن أنا أشجع الأهلي وهو في الخليج وإحنا وقت برضو بنتطر نشجع الزمالك لا هو قال حتة إحنا ما وفناش عندها إن قالك الفرق بينعاكس نتيجة الفرقة على الجمهور بتاعها صحيح فإحنا مش عايزين نسأله على أخبار صحيته دي خلاص الإجابة بمعروفة يعني إنما هو الأهلي إحنا بنبقى متطمنين عليه أنا بننافس على الدوري يعني بدنا بعض النقطة ورافوزنا على الأهلي هنأخذ الدوري يا فندم إحنا نتمنى أن تتأخذ الدوري طبعا ده يعني الأهلي مفيش مكان في الدولاب دلوقتي أنا بيتكلم بعد المتش فالصوص المريم أنا عايز أقوله على حاجة لذا لو للأسف يعني لو كانت الطبات في المنتخب كان موضوع فرق كبير جدا حاكتين اللي إحنا دايماً بعض الفرق وبعض الناس بيزعلوا منها لما بتكلم على إن الأهلي وروح الفنين للحامرة دي حقيقة ما فيهاش مبلغة خالص صحيح إحنا بنشوف الأهلي بيبقى فرق ضعيفة وفقى ضعف حالاته وبيدخل ياخد بطولات محدش بيتوقعها في إرادة النصر بتاعته بالزبط كده الإرادة النصر دي يا أستاذ أبراهيم هي جزء من اللي قاله لأستاذ عماد من الانتماء ومن الروح الوطنية اللاعب نازل عنده انتماء للفنينة الحامرة عنده انتماء لفريقه فأنت بتنزل لما أنا مش متخيل إن اللاعب بينزل بمس المنتخب مصر والبطولة بتتلعب في ملعبنا والجمهور زي ما قاله أستاذ عماد الناس نايمة وبتحلم بالبطولة اتكسرنا ما خلنا نتكلم بواقع يعني الهزيمة مش هزيمة بطولة ما احنا آما دخلنا بطولات وطلعنا من باب لي اتكسرنا لكن احنا فعلا البطولة دي احنا حسنا بانكسار في وقت احنا يعني روحنا المعنوية كمصريين الحمد لله عالية جدا بندخل في تحديات كبيرة وبنكسبها فما كانش ينفع لكنت لو جيت بصيت وانت حاج بتكلمنا عن نادي الأهلي وانا هاخد يا أستاذ إبراهيم موقفه هقيس عليه معلش مش هدخل في تفاصيله بس موقف عمر ورد واتحاد الكرة خد قرار تربوي اعتبرناه كده وقتها ووقف عمر ورد رجع في قراره انا هرجع بحضرتك 24 ساعة بس بالزبط كده انا هرجع بحضرتك للقرار التاريخي اللي ارحمه المايستر والكابتن صالح سليم كلنا كنا صغيرين وكنا يعني العشق الاهلي ده من زمان وهو في دمنا وبقينا زعلانين من الكابتن صالح لما وقف فريق بحجم أسماء كبيرة جدا وقفها وطلع من الأشبال وكان الماتش اللي جاي مع مين مع الزمالك وكانت المنافسة ساعتها في أشدها وكلنا بقينا مدقيين وزعلانين احنا هندخل نخسر انا فاكر ساعتها وانا عائل صغير وقارد تصريح بتاع الكابتن صالح في الأخبار انه ساعتها ان مبادئ الاهلي أهم من ان اخسر بطولة واخسر الماتش اللي حصل ليه عصد زبراهيم في الماتش اللي كان بعدين الفازو عزاملك 3-2 على ما تذكر ده عشان خاطر انت بتعمل كسبت المادة وكسبت الماتش بالزبط كده فده ده ما كانش موجود على المنتخب ما كانش عندهم وعي يعني ايه انت بتمثل مصر احنا شفنا أداء طبعا المدرب طبعا يحتى حمل جزء كبير وحضرتك طبعا تقدر تتكلم في الموضوع ده كلام كتير جدا انما انا حتى لو المدرب يعني مش عايز اتكلم على الخطة لكن في وجود في ملعب والجمهور واستاذ القاهرة وجمه بدأ يرجع للملعب تاني والناس اللي في النوادي وفي الميادين وفي البيوت كله مستني ان هم يفوزوا ويبقى الأداء بالشكل ده لا احنا طبعا ساعتها يعني لازم وقفة ولازم حساب ولازم نرجع من الأول وجديد ونشوف يا أخي انت الكلمته على كاس العالم وعلى أفريق الكبر على الأقل كان احنا مش ردينا على الأداء بس كان في خطة يعني كان في شكل شكل دفاعي كناش ردينا بالضبط كان في شكل لكن انت نازل ده لا في شكل ولا في خطة ولا في أي حاجة خالص ولا في روح عند اللعيبة طبعا ده يعني ما اعتقدش نال موجود في الأهلي واتمنى ان شاء الله ما بقاش موجود في أي فرقة مصرية تانية أستاذ عمدر الأستاذ محمد بيتكلم عن موجوبية الحساب وأنا أعلم أنه كان الكل بينتظر انتهاء البطولة والبطولة خلاص الجمعة تنتهي شكل الحساب في وجهة نظرك كيف يكون يعني اتحاد الكرة طلب منه تقديم الاستقالة وتقدم بها المجلس ماذا بعد تمام ده هرجح تاني الكلام الخاص بآلية الحساب أيوة إزاي نتعلم حاجة عشان ما نكررش نتعلم في الحاجة للأسطورة اليونانية صخرة يعني أو مأساس يزيف الراجل اللي اللي آلهة اليونانية غضبت عليه فبيطلع شايل الصخرة من الأسفل التال إلى القمة المدببة فتقع منه من فوق فينزل تاني في عيد الكر لعنة أبدية فاحنا للأسف الشديد الآلية اللي بنشتغل بها في الرياضة من فترة طويلة جدا وفي بعض القطاعات بنفس الطريقة احنا محتاجين أتصور أنه حد متخصص تاني النيابة والقضاء يحاسب الفاسدين أو أي حد عنده شوفه تفساد حد سرق حد زور حد معرفش خد تذاكر كل ده حسابه على النيابة العامة والقضاء ويقعبهم أشد العقاب عشان يبقى عبرة لا يحد ييجي بعدهم فيما يتعلق بالكورة أنا بجيب لجنة متخصصة بتشكل من شيوخ المهنة خبراء التدريب الكبار لعبين مشهود لهم بالكفاءة لجنة تمثل كل ألوان الطفل الرياضة المصري وتقعد وتقول والله لماذا فشانا وبتحط توصيات توصيات دي يطبقها اتحاد الكورة أنا مش يجي يعني اللعيب اللي هو مش عنده شرف أو قدرة على انتماء لمصر مش حبسه احنا جربنا حكاية الحبس دي مع الدول الأفريقية عملت معرفش حبستهم وقصي وعدي في العراء كانوا بينكلوا باللعيب بينكلوا سجنهم بس هذا النوع من الحساب عمل ايه الطريقة دي دمرت الدول نفسها مش بس دمرت الرياضة صحيح وقيل عن يعني مما يروى وانا معرفش مدى صحتها انه الدعاية في كوريا الشمالية كوريا الشمالية ما كانش شاركت في كاس العالم اللي هو قبل ده اللي كان فيه البرازيل يقال انه الدعاية قالت انه فريقنا سيقابل اليوم البرازيل في الدول قبل النهائي البرازيل كانت تتغلب السابعة واحد من ألمانيا وكوريا الشمالية بأساسي ربما تكون دعاية مضادة من كوريا الجنوية صحية لكن الفكرة فكرة اننا حلق له ظلبطة ولا هسجنه مش هي صحة اللعيب اللي مش مستعد يشارك ويمثل مصر كويس ابعده بس ازاي نجهزه التجهيز الصح الطريقة اللي عملها حسن شحاته انا مختلف شوية الكرة حكاية الفريقنا الحمرة مع كل التخدير ليكم وللأهلي او فريقنا البيضة ماشي بالشية بس زي زمان لانه زمان كان الفريق الأهلي والزمالك كلهم أهلي وكلهم زمالك وبيستمروا في الأهلي وفي الزمالك ويندر ان حد كان ينتقل من فريق لفريق انت النهاردة جريزمان كان بيلعب في اتليتكو مادريد حيلعب بكرة مع برشلون وشوفنا لعيبة كتيرة جدا بتنتقل من الأهلي والزمالك ففكرة روح الفريقنا بيت عايزة إعادة تعريف بمعنى بمعنى انا هوضح لك فكرتي انت ترى ما قبلت انك انت تدافع انك تنتقل إلى فريق وتلعب معاه انت تخلص له اخلاصا كابلا بالضبط بمعنى انك انت رحت دائك لعيشك دي شغلتك ده انت بتروح تقطع نفسك عشان تنجح في ده النهاردة بتلعب للأهلي بكرة هتلعب مع الزمالك والعكس زي ما بتشوف سؤال انتقالات كله بيتم الفكرة بس على إرادة النصر كروح الدارة يا صاحب رهيب كمعنى من معاني الإدارة انا عايزة تكلم بوزئية ايوة ازاي انا الإدارة هتحافظ مش عظي يا سيد عمادي انه هو طلع من قبلاء الاهلي لا 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 انت عارف انه فيه لعيبة أهلوية كتير بيرعبوا في الزمالك والعكس او لعيبة زمالكوية لا 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 لانه ليش فرصة في النادي بتاعه لكنه الروح اللي عنده وليدة المناخ بالضبط انا بتقديحك مثل مقابل الانضباط اللي في الاهلي طبعا انت دخلت النادي الاهلي فانت خلص غزبا عنك انا عزو في النادي الاهلي لا لا انا قصدي على اللعيب يعني حتى لو كان هو زمالكوية والهوى زمالكوية بس يلعب في فريق النادي الاهلي فبيقضع لسيست مدارة كلنا بنشوفه عامل ازاي لكن انت تيجي تقاررني باللي كان بيحصل في المنتخب بيلي شوفنا بقى الفيديوهات اللي اتصربت على الرأسات والحاجات اللي احنا كنا بيشوفها الحاجات اللي اللعيبة اللي قعدة والمفروض معها في بطولة معها موبايلات ما عنشش بعد كل ده يعني كل ده تسايب يا سيد زمالك اللعيبة اللي سمسلوا او عملوا اعلان اعتذار دخلين بروح انهزامية انا بتكلم في ده لو انا بضيف على اللحظاتك قلت على المحاسبة ان انا بفيه حساب على ده فيه الاتحاد الكرة وقتها من ده انت مش شايف كل الحاجات دي اتحاد الكرة مين اللي كان موجود معهم ممثل معهم في القصة دي مين اللي كان موجود مع المنتخب يعني ده في تسايب انا متفق يعني هدى اللي انا أصطر دي روح الفيديوهات متعرف انت بتتكلم عن سمحمد شوارب مخرجنا جاب لك جون لعلي معلول في الاتحاد في الوقت القاتل تأكيدا على فكرة ان حتى اللعيب اللي بيجيلك منبرة هي فكرة ارادة النصر انت كمناخ وكسيستم عمل بتحافظ للاعبتك على انه انت مش متقبل فكرة ان انت تخسر عارف لايحة النادي الاهلي ربما لا تعطي اللاعبين مكافآت على التعادل خدلك ليه لانك بيحطك قدام مسؤولياتك انت اللي مطلوب منك المكسب انا هكافعك لما تقدل لنا محتاجه لكن فكرة ان احنا احنا كنا بتشوف المنتخب في فترات في مكافآت على الهزائب فيه اندية بتدي مكافآت على اللاعبات على القصارة يقول لك اصروقات ده كويس ده عارف الروح اللي انا قصدها ايهو قالها سوزعمات حتى في كلامه ضرب مثلا بحسن شحاتها وكان بيعملوا مع اللاعب اه بالزبط وحسن شحاتها يعني عمل اعظم نتاجه مع المنتخب بالروح طبعا انه عمل الكابدن جهر الله ارحمه يعني كان نموذج للانضباط ونموذج للالتزام وازاي يوجه اللاعب واستمعت ناس اسمها كتيرة برضو علينا ان احنا نقول بالنا انه في ظل السوشيال ميديا وارتباطا حتى متغيرات كتيرة فيه متغيرات كتيرة حصلت غيرت كثير من الطرق بس بتظل الفكرة واحدة ازاي انا قدرت عمل معاها احنا الاول مرة نشوف نوع من اللاعبة حصل ما يجبه التمرد او بيقى تأثير بعض اللاعبين اكبر من تأثير الجهاز الفكرة دايما في المنتخبات الوطنية انه الجهاز الاديال او المدرب او البدير الفن هو الاساس طبعا فلن بيجي الموضوع ده يتكسر او يتعرض للتشويه ده تطور غير مزبوغ احنا كنا بنسمع ده انه بيحدث في دول كبيرة برا مع نجوم كبار جدا انه معرفش يقول انه ميسف معرفش يبدخل في تشكيل منتخب الارجنتين ولا رونالدو فلان لو انه ده حصل فعلا وصدقة ما اشيعة او ما تردد من كلام يبقى فيه تغير خطير جدا انه انت يبقى فيه شخص او اشخاص يبقى لهم كلمة عليا دوري لفكرة وكلاء اللاعبين الفكرة بتاعة اللي انا بقولها اللي هي ايه ان احنا علينا ان نعيد النظر في تعريفات كثيرة جدا وناخدها في الحزبات مش بس نتكلم كلام عاطفي ومغلف لم يجي وكيل لعبين ويقال انه بيفرض على هذا المدرب او ذاك انه لاعب تشكيل معين لانه عايز يحط اللاعبه بص روح 2008 طبعا طبعا الرجل كان وايه وايام ووصل كرة لو بدأت من الاول لو جون عندك يا شوارب من الاول احمد حسن لا دا 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 البندة بتاع زيدان احمد حسن الكرة في نص ملعبنا صح وهو في نص ملعبنا ابو تريكا جنبه بيلعبه شوف زيدان بيعمل ايه بص بص شايف الروح شايف الروح زيدان بيقع وبيقوم وبيقاتل على الكرة عشان يديهم تريكا جيب الجو ابو تريكا جاي من نص ملعبنا جري طبعا فالمطلوب مننا ان احنا واحنا بتتكلم ارتباطا بالسؤال ازاي نصلح ان احنا ندرس المتغيرات اللعيب اللي عنده 22 سنة دا او 23 سنة ودخل المنتخب الوطني وبيكسب فلوس بالملايين دلوقت مقارنة باللعيبة كانوا بيأخذوا 30 و40 جنيه وكان اقصى حاجة ان يشاركوا فعلان ما عرفش بتاع الحلقة بتاع حسن شاحة المطيب الدنيا بغير بي عندهم ملايين فانت عليك انك تتعامل مع الناس دي تعرف كيف يفكرون ازاي تعدهم ازاي تجهزهم نفسيا دي حاجات كثيرة بي مشكورة بس ان انت محتاج فريق نفسي يعالج ويدرب ويؤهل محتاج ميديا بجد تكشف الاعلام عشان لا يبدو الامر ان احنا بتكلم كلام مساري الاعلام المصري لعب دورا سلبيا في المسألة دي صحيح هو انا لما اجي موضوع زي موضوع ورد انا ازعم ان انا كتبت خمس مقالات على الموضوع ده ومقالات انتقادية كلها من اول الازمة قلت انه ده لازم يبتر ولازم يبقى في موقف حتى لو نقصر طبعا وانتقادت كل ما تردد ان فيه لعبة دخلت ودفعت عنه الفكرة دي باختصار شديد جدا انا محتاج كان علاج لانه واحد زي وردة ده نجم بيلعب في الفريق بغض نظر عن المستوى اللعيبة الجماهير الزغيرة الشباب اللي بيشوفوه هيقلدوه لما انا اجي اقول للجماهير كتيرة جدا ملايين الناس ان لو انت عملت كذا وكذا اللي شوفوه على السوشيال ميديا مش هتعاقب وهترجح تلعب بعض ماتش انا برسخ لمبدأ خطر دي كارسة طبعا هنا تاني ليه الكورة مهمة جدا لان عدد غالبية الناس في مصر وفي العالم كله بيتعاملوا مع اخبارها بيعرفوا اخبارها اكتر من اخبار الاكل والشرب والسياسة بمعنى التقليد فبيتفاعلوا معها فبيتفاعل لما انت بيطلع نموذج فج او متحرش او سباب او شتام انت بتقول له ده النموذج اللي انا عايز اعمله فالمعالجة للأسف الشديدة الذين اتخذوا القرار اعادة وردة للفرق ما حطتوش دب بالهم خسرنا الاثنين خسرنا الاثنين خسرنا اللي ماتش خدت بالك دي التاني كيف يمكن ان انا اشوف الحاجات كلها جنب بعض ان انا متعاملش معها انها مجرد كورة ضيعنا حاجات كتيرة جدا مش الكو التاني خسارة ماتش مش قضية الكورة لازم تخسر البرازيل خسرت على ملعبها سبعة واحد دي ممكن تتورق فضيحة على مدار تحية لكن لما تلعب صح وتتغلب ما فيش مشكلة كل وقت انت بتلعب كل الفرق الكبيرة برشلونة غلب ليفربولة غلب اتليتكو مدريد ريال مدريد الدنيا ما تهدتش طالما انك بتلعب بشرف ورجولة الكورة اساس انك تتغلب وتفوز بس على الاقل انك انت بتؤدي دورك لأسف الشديد احنا الناس كتيرة جدا وصل لها احساس ان الفرق القوم بتعلم قداش دور وده معنى مهم جدا ان انت زي الطالب اللي في السنة ويزاكر بس ما جابش المجموع محدش بالعكس هتقول له قطر خيرك وشكرا واتتعوض السنة الجاية او خش كلية تانية لكن لما تنزل وانت كل الجماهير شلتك فوق رفعتك لعنان السماع وديتك كل شيء ثم تأتي وتلعب بهذه الطريقة المتخازلة اللي مفاش اي روح لأ وجب هنا زي منت هي دي فكرة الكورة دلوقتي وانت خدت كريدت ومكانة وهيبة وصمعة وشهرة الحساب بتاعك مش يكون الحساب عادي ولذلك انا هرجح تاني لحتة سمن مصر انا اياسف الناس كتير اياسف الشديد وهي دي الجزء اعلام الرياضي يا سيدي ما تركزليش على الحاجات الفرعية لا سمن مصر ولا عمر ورد عمر ورد مش مسؤول عن هزيم عمر ورد اخطأ خطأ اخلاقي قاتل بس مشاركته ما كانش هي السبب في الهزيم ولا حضور السيدة سمن مصر سمن مصر بتبحث عن ترند وهذا حقها لما تيجي انت النقد البعض النقد الرياضي يصور الامر للناس يقولهم ان احنا اتغلبنا كده وتطلع بصطات كتير جدا يقولك ايه هو انت متوقع من فريق في عمر وردة وسمن مصر يكسب لا احنا ما بنكسبش عشان حد بس ربما كان المعنى هو المقصود لا المعنى ما هو برضو انك انت عندك قدر من التسيب لا انا قصدي عشان مش لوجود سمن مصر في المدرج قدر من التسيب ان انت عندك قضية ولاعب فيه لعبة بره يجي يقولك ما بيقب كل مايوس ما ي مش ده مجتمع وده مجتمع وده قيم منظومة قيم لا انا متكلم يا محمد على فكرة ايه هي الاسباب الرئيسية للفوز ويهي اسباب الرئيسية للهزيم الناس الفرق بتفوز مش عشان ان هي مسلمة ولا مسيحية ولا يهودية ولا ان هي شيعية ولا سنية ولا ان هي متدينة ولا خليعة وماذا العمل اللي عليه ولا لا فيه اسباب رئيسية اسمها الجهد العرق التخطيط التدريب بعد كده روح الفريق اللي هي تدخل فيها اسباب الدين محفز عظيم طبعا الاخلاق مهمة جدا ولازم تاخدها في الحزبان خدت بالك بس لبانا اجي اصدر للناس انه الفريق ده انا حتى كنت فاكر بتنخش انا ابراهيم من فترة هو لما بيرع فرقين مكة والمدينة في بطولة الدور السعودي هو مين اللي يعني مين اللي يفوز بيهم صحيح القصة قصة ان ان انت خلي الاسباب الحقيقي عشان تخلي الناس تفكر تفكير علمي مش تفكير غيبي مليش اساس الكورة احنا نازلين دي مسابقة في كورة القدم اللي بيفوز فيها الافضل الاكثر تدريبا انا وقتلك في كل المباريات الفريق دين بيقروا الفتحة بيقروا الفتحة طيب طب في فريق بيكسب وفي فريق بيخسر مش معلات ده ان ده مهم هل اللي يخسر مقراش الفتحة صح؟ انا فاكر مدرب مصري مش يقول اسمه طلع عليك احنا تراجع مستوانا ان اللعبة بطلوا يصلوا كويس وبطلوا يقروا الفتحة وبطلوا يقروا الفتحة بس ربما يكون هذا يعني انا مش عايز مش معناها العكس ايوه يا سيدي انت بتصلي وبصوم لان دي عبادة ربنا فرطها عليك لكن هناك جاهد وعمل جاهد وعمل لو ما عملتش الجاهد والعمل هتتغرب اللي هي الفكرة الاتنين اللي غرقوا اللي قعوا في البحر واحد بيعرف يعوم بس ما بيصليش والتاني بيصلي بس ما بيعرفش يعوم فعشان ما خلطش عند الناس المفاهيم بقوله ان ايه هي الاسباب اللي ربنا خلق اسعى يا عبده وانا اسعى معنا احكي له هو اتوكي احكي له هو اتوكي انا بس اتمنى يا سيد ابرهيم ان يبقى فيه مع المحاسبة اعادة نظر في منظومة الرياضة والتحاد الكورة يمكن حاجة بعد ما طلالنا من كاس العالم انا معتقدش فيه حاجة تغيرت وممكن حاجة تفتكر الواقع الشهير اللي حصلت ما عندنا في الموقع ونشرنا عن احد اعضاء المجلس اللي دخلت خانة عشان الفللات ومش الفللات والكلام ده كله ورفع علينا قضية والحمد لله ان هو اخسرها انما انا بتكلم على هو الاتحاد ده هو يعني هو العمل ده هو اللي رجعنا من كاس العالم ما بقاش فيه منظومة للمحاسبة او لاعداد فريق لكاس الامم او اعداد فريق يليق باسم مصر فده اللي هيوصلنا هلحنا دلوقتي هنرجع نعمل الانتخابات تاني وترجع نفس الوجوه تانية تبجات وجوه تانية بوجوه مختلفة هل هنمشي بنفس النظام ليجي فريق تاني ويجي تحت كرة تاني ونرجع لنفس الاخطاء ونيدخل بطولة ونخسرها ونحرق دم الناس ونكسرهم تاني وساعتا نقول ان احنا نحاسب الموضوع كبير يعني بجنب المحاسبة ان اعيد نظر في المنظومة الرياضية اللي افسدت او انتجت منتخب بهذا الشكل وبهذا السوق اللي حرق دمينا كلنا يعني انت قلت ان احنا انكسرنا النتيجة كان لها هذا التأثير فعلا؟ طبعا طبعا تخوفت على البطولة؟ على البطولة كتنظيم ولا على البطولة ايه اللي حاجت توصل كبطولة البطولة كبطولة لا انا ما تخوفتش عليها يعني البطولة من اول ما عملنا حفل الافتتاح واحنا كلنا تطمنا احنا كلنا تطمنا حتى من قبل حفل الافتتاح من التنظيم اللي تحط من السيستم اللي تعمل لحجز التزاكر لدخول الاستاد كل واحد داخل اللي هو نظام العالمي اللي موجود في كل الدول الكبرى انت بقيت دولة رياضية كبرى زي ما قلت دولة سياسية كبرى فانت دلوقتي اتطميننا على البطولة فيه سيستم لدخول الجمهور وخروجه واداءه وانا عارف مين اللي موجود جوا مش برقبه يعني البعض للأسف اطار الترصد والصدف الماء العاكر اللي كل ما يحصل في مصر يقول لك الصم الناس قاعدة مش هو ده جمهور الكورة يعني مش هو ده مهور انا برضو مش فاهم يعني يهي جمهور الكورة انا روح اشجع وما بقعدش 24 ساعة ولا بقعدش طول ماتش افضل اهتف انا بتفرج شوية وبهتف شوية هل انا كده بقيتش جمهور الكورة ما بقيتش باشجع منتخب بلدي وبعدين يقول لك الصمع فيه مراقبة امنية للجمهور يا اخواننا ده سيستم انت حملت سيستم ناجح بياخد في كل مكان ما بقيتش بياخد تذكرة من الشارع الحمد لله ما فيش مشاكل في نظام اشاد بيه العالم كله الكافت بيعتبر دي انجح بطولة اتنظمت في تاريخ البطولات الامم الافريقية فتخوف على البطولة لا ما تخوفناش من اول يوم واحنا طمنا انا واحد من الناس كنت متوقع تماما بالعكس انا يمكن بحمد ربنا ان المنتخب طلع قدام جلوب افريقيا وبالشكل ده لانه لو كمل كان هيخرج بفضيحة احنا بقى انت هتموتنا وتكسرنا اكتر من الكسر اللي حصلت دي فخروجه المبكر ده ما فيش مشكلة انما البطولة كملت وهتنجح لغاية المباراة النهائية والافرقاء والعرب وكل الناس اللي شاركوا كفراء واللي شاركوا كتغطية كميديا كالتحاد دولي لكرت القدم شافوا مصر عملت ايه وشافوا بطولة كاس الأمم الافريقية عامة ازاو دي تحسب لمصر فلا ما قلناش على البطولة انما قلن على المنتخب من اول ماتش وحاك كلنا شوفنا المستوى في الافتتاح وكل التلات مباراة بتعود دول الأول كانوا خادعين كل يوم كل ماتش كان بتتراجع عن اللي بعد لو الفرق دي عندها مهاجم قوي ويعرف يجيب جوان كنا شنا التلات التلات مباراة كنا نهزمنا فيهم للأسف لكن رغم كل هذا هناك مكاسب ومكاسب كبيرة جدا وكلام مهم حوالين لاعب ينافس على الأفضل في العالم هل ظلمنا محمد صلاح ولا هو اللي ظلمنا بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد مستمرين مع ضيفين العزيزين الأستاذ عماد الدين حسين والأستاذ محمد البهنساوي أستاذ عماد أشهر لجزئية أنه فعلا البطولة برغم هذا الخروج المبكر للمنتخب وبرغم الأداء الهزيل جدا إلا أنه البطولة استمرت بنجاح هذا النجاح أعتقد استفاد منه بشكل واضح جدا المنتخب الجزائري لأنه فجأة كل مشاعرنا اتجهت ناحية الجزائر مع تونس لغاية خروجها لكن هذا المكسب في هذا الشعور ناحية الجزائر تحديدا وترميم هذه العلاقة أنت شايفها إزاي؟ أنا شايف أنه ده مكسب استراتيجي مش بس مكسب استراتيجي استراتيجي من طراز رفيع يعني دي حاجة كده قدرية مهمة جدا يعني بعد أظن فاكر المطش كان في نوفمبر 2009 أم درمان وما حدث فيه كان كارثة كبرى من البلدين ومن الإعلام الرياضي في البلدين وحصلت مصايب باسم الوطنية الزائفة وقتها وكان مكان ونعرف جزائرين أشقاء كتير جدا كانوا يعني إحنا الاتنين اتكابنا أخطاء كإعلام في الناحيتين صحيح من حسن الحظ أن هذه البطولة من ضمن فوقتها الكتير جدا والمهمة جدا أن هي ترميم هذه العلاقة بصورة نهائية الوضع مع الجزائر وتونس والمغرب كان بدأ يعني مع الجزائر تحديدا اتغير شوية 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 وكان رجع بفضل جهود كتير جدا من البلدين والقيادتين والشعبين لكن لما ييجي أنا أعرف زملاء حتى في الشروق كانوا بيلبسوا فردلات الجزائر وبيروحوا يدخلوا المدرجات الشروق المصرية مش الشروق الجزائرية الشروق المصرية واحنا بالمناسبة الشروق المصرية مخفة كان حتى وقتها لو تذكر كان موقف في غاية التقدم الناس كتير اتهمتنا إزاي أنتم يا أخوان نحن مندافع عن علاقة الشعبين صحيح صحيح كان عندكم قدر من المسؤولية بالضبط فالمهم أنه اللي حصل في الدورة دي يعني في الأول في حكاية المغرب زميل مغربي صور فيديو بيسأل مجموعة من الجماهير المصرية أنا يا أخوانا ضاعت فلوسي وخسرت حاجات كترة جدا ومش عارف أعمل إيه صحيح الإجابات العفوية اللي جات له من 99% من الناس طلعوا له فلوس من أول الأشياد تعال بات عندي تعال أعزمك على الأكل خد فلوس كل أنواع المساعدة بطريقة عفوية بوصلك السفارة بالضبط فهو ده المعدن اللي أنا كتبت قلت كده يعني الجوانب المضيئة في البطول الأفريقية المعدن الأصيل للمصري أنا عندي تشكك شأن الكسيري إن فيه حاجات كتيرة جدا حصلت تغيرات في الشخصية المصرية لكن اللي حصل ده بيقول غالبية الشعب لسه بخير فيه حاجات سبية كتير طبعا لكن المعدن الأصيل لسه الفيديو ده اللي هو اتعمل بطريقة عفوية بيقول إنه المعدن لسه موجود كما هو فيه الناس إنه لما يروحوا مطشات تونس فردياني ساسي يطلع يقول جمهور المصر عموما والزملكة وخصوصا لقين عدد كبير من المصريين وجمهير الزمالك وجمهير الزمالك كما تعلم هوا لسبعين لثمانين في المئة من جمهور المصر ماشي مئة وسبعين في المئة ماشي نعددي نعددي ماشي فيه مطش الجزائر لا نسبة الزمالك الألة لستة إلى واحد لا 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 ممكن تب وايوede تسعة والفاي وفاي وفاي بقى 6-1 لا 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 ستة واحد من نغة نظرك وفيه ستة سفر سنة 48 لو عايزين بتتكلم في التاركيم مش متكلف الأرقام والتاريخ نعم خلينا ايه فجزء بتاع الجزائر بـ أن الناس راحت بدون توبيه بدون أي شيء غالبية أنا حاليا صديق مدير تحرير وقع الشروط كان في الماضش محمد بس بيحكي لي تسعة و سعين في المية ابن المصيد جاء بيشجعوا الجزائر وده شيء مهم و شيء محترم محدش قال له بروح و أعملوا كذا طبعا في بعض الحاجات الصغيرة العابرة الحمد لله لم تؤثر على المتعدل رغم أنه كان فيه تنظيم أنه عايزين يبقى الجمهير هنا دول ودول مفصلين لكن غالبية الناس راحوا أنا ضد أن المعلقين والنقاد يطلعوا يقولوا يروحوا شجعوا الجزائر إحنا بطولة أفريقية في دولة أفريقية لا يجب هذا أنت أفريقية إحنا بنقوله وبما أنه اللي لفت نظر لدي المهندسة بريم معلم أنا دولة أفريقية وحد جاي يلحب عندي أقوله وروح أنا بشجع دي ضدك ليه طب هيكون شعوره إيه صحيح أنت جايبني مصطدفني بطولة أفريقية أقولك لا أنا بشجع الفريق العربي إحنا دي دي مش بطولة عربية لا يعني عنصرية عنصرية عرقية محضر حتى وين تمنينا ده للمغرب والجزائر والتولس نتمنع على مستوى الشخصي والنفسي المشجع العادي لكن المعلق اللي ما كسر لك عام ما لا يصح للأسف الشديد في التعليق الرياضي العربي عموما هناك نوع من العنصرية اللي إحنا بنعملها مش واخدين بن لا هي أزمة المعلقين دي لأن محتاجة تحديد لنا أنا أرجع لك ليه لأنه جزء ده بيتم باسم الروح الوطنية أنت بتحاول الفكرة اللي أصارها بهنساوه في البداية أنا بحاول أرجع لأفريقيا كمصر وبحاول أصلح الوطن وعندنا كان فيه اتهمات كتيرة جدا لنا أن احنا بنتعال عليهم وفوقيين وعمصريين وكنا بنعمل حاجات بدون قصد بتؤدل ده فإحنا بدأنا نصلح كثير من هذه الأخطاء فلما تيجي أنت في بطول والمظهر إحنا خد بالك أنت أسأل أي مصر أو أي أفريق تعرف فيه عن مصري هيقول لك الأفارق هيقول لك محمد صلاح والمصريين هيقول لك تعرف فيه في العبار هيقول لك عبيدي بليه أو معرفش دورج وايا أو معرفش مين النجوم الكبار أو دروجبة فلما أنا آجي أشتغل بالطريقة دي هوصله المفهومين أن أنا عنصر ضده طبعا فأنا بتكلم هنا على أنه نحن نشجع الجزائر أو المغرب مع واطفنا بس سواء أنا بتكلم كدولة أو كإعلام لازم أبقى حريص على دي فإحنا حققنا في هذه البطولة رممنا كتير جدا من أظن الشعب الجزائري كله وصلت له رسالة مهمة جدا أن الروح الطبيعية للمصريين هي التعاطف مع الفريق الجزائري دون أن يغفر أنه بيشجع لعبة حلوة بيحب ساد يومانية بيحب معرفش نجوم مين ومين بس ده كان إنجاز كبير جدا حققناه بفكرة زي ما الرياضة كانت سبب في فرقة بين مصر وجزائر سنة 2009 هي نفسها وبالتالي تقدر توصل للقانون الطبيعي أنت تستطيع أن تستثمر الرياضة في علاقات قوية ظهار التنافس ظهار المودة الروح العربية الروح الأفريقية تقدر تبني عليها حاجات كتير جدا تصلح بيها ما هدمتش السياسة ما هدمته السياسة يمكن أن تصلحه السياحة ده ملفك أنت بقى هل بالفعل إحنا الجانب السياحي حصل نوع من التدفق واضح جدا حدث نوع من الترويج لمصر وقيمتها ومكانتها الإشغال واضح إن في الفنادق عالية جدا إيه أهم المكاسب في الملف ده بالذات والله السيد سبريين طبعا هي المكاسب أنا حتى كتبت ده في الأخبار برضو إن صناعة السياحة هي أهم صناعة كذبت من البطولة مش بالمنطق إن هو فيه إشغالات وفيه تدفق والكلام ده كله لا لا خالص طبعا ده جزء مهم إنما أنا بتكلم بالمعنى الأشمل بصينا هتلاقي فيه كذا حاجة أولا إن البطولة وأنا قلت لحضرتك إن كانت السياحة أثرت بعد صورة يناير وجدت حاولنا نصلح شوية جدت بعد 30 يونيو الأمور بازت خالص وبدأت هجمة شارسة على مصر تحاول تسيق لمصر وتظهر كل ما هو سلبي وتبعد كل ما هو إيجابي فخلق حاجة من الصورة الزهنية عند السياح في كل أحياء العالم صورة سلبية عن مصر ما كانش خاصة بالسياحة إن معصيها السياحة دي في الآخر صناعة الترفية أنت بتروح مكان عشان تتبسط فأنت مش مضطرة تروح مكان فيه أي مشكلة من المشاكل أنت بتروح المكان المستقر المتطور الجميل بالضبط كده فكانت الصورة السلبية دي مؤثرة تأثير سلب كبير على السياحة للأمانة بعد التطور السياسي اللي حصل في مصر والجولات اللي عملها الرئيس السيسي وترميم العلاقات مع دول كتير بدأت الصورة تتحسن شيئا فشيئا بدأ الاستقرار ينعكس على ده والصورة تتحسن كل شوية بتتحسن بشكل أفضل لكن لمجل البطولة الأفريقية أولا أنت عملت زي أولت حالك كده حفل افتتاح مبهر بيقول إن الدولة دي دولة متقدمة مش دولة عادية صحيح الاستداد ظهرت بشكل عالمي أي التنظيم أكثر من رائع أنت عندك بقى كذا شق في الدعاية وفي الترويج اللي كذبت يزو سياحة أولا زي أولت حالك إن واحد وثلاثة من عشر دول شافوا إيه مصر وشافوا الدعاية وشافوا الكلام ده كله عند حضرتك النجوم أفرقة بدءا بقى من محمد صلاح وساد ومحرز كل النجوم الأفرقة اللي عندهم ملايين المتابعين لهم في أنحاء العالم كله صحيح فدول معظمهم بدأوا يعملوا رحلات جوه مصر وممكن كانت وزارة السياحة عملت اتفاق مع اتحاد الأفريقي إنها تدخل راعي وفي نفس الوقت تنظم رحلات للفرق وده حصل مع نيجيريا ومع كذا فرقة تانية وبدأوا هم يشيروا الصور بتاعتهم تخيل أنت الملايين اللي شافت الصور بالضبط وشافت الحاجات دي كلها الحاجة التالتة أنت البطولة دي بتجذب أنظار السمصرة الدوليين ومعظمهم نجوم عالميين برضو فده لما يتكتب ويوصل الانطباع في عمل حالة ساعدت كتير في تحسين الصورة لمصر كل ده مرضوده أنا بطلب وبقول دايما بطلب من قطاع السياحة سواء الوزارة أو الفنادق عندها دعاية خاصة بيها الشركات بتعمل دعاية خاصة بيها لازم ياخدوا كل الحاجات الإيجابية وهما يعيدوا مشارها تاني على صفحاتهم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي عندهم ويعملوها في الدعاية لتاعتهم أنت لما تشوف بلد مبهجة وبلد بتنظم بطولة بالنجاح ده وبالروعة دي ده دليل أن البلد مستقر السياسي ومستقر السياسي بزيارة رسالة إيجابية قوية كمان بالزبط أنت هنا خطبت بقى أي كسبت أي أنت عندك خلي بالك أنا بكمل على بقول الأستاذ عمات أن أنت سورة أفريقي ما انتش دلوقتي مش زي زمان يعني الصورة الاستعليقية اللي كانت عند البعض والحمد لله أن هي اختفت أنت بتستهدف كذا حاجة أولا بس أستاذ عمولت حالك تحسين الصورة وده تحقق بنسبة كبيرة جدا تاني حاجة أن الأفرقى اللي هم المقتربين برا يعني أمريكا من نسبة كبيرة من الأفرقى موجودين في أمريكا وفي أوروبا دول ناس سياحة على أعلى مستوى لما يجو لك كسائحين ما هو دول بيشوفوا فرقة بتاعتهم انتمعهم والأصل انتمعهم فبيشوفوا مصر هيجوا مصر طيب السور الأفريقي نفسه بقى سور مواعد يعني عندك دول أفريقية بقى المستوى الاقتصادي فيها مرتفع فدول لما يجو لك سياحة انت كسبت صحيح فكل ده اللي هو الحصاد في الترويج وفي الأعداد عند حاجة نقطة مهمة جدا ودي برضو دورك يا وصول زبرهيم كإعلام رياضي فيها مش بس السياحة والدولة انت دوقتي تبقى عندك بنية تحتية بتأهلك ان تبقى دولة تستضيف كل البطولات وكبر البطولات اللي في العالم طبعا نتمنى ان نشوف كاس العالم عندنا في مصر وده أعتقد احنا ما بقش يعني حاجة كبيرة علينا صحيح التنظيم الأمن الاستقرار السياسي والاقتصادي هو مش الثلاثة العناصر الدولة اللي بيجزبوا أي بطولة عالمية طبعا اعتقد دول بقوا عندك دلوقتي بقى انت عندك بنية تحتية بالنسب عالية كمان بالضبط بقى عندك بنية تحتية تستضيف أولا الفرق انت بقى حاجة بتشوف ريال مدريد الدول العربية زي دبي والدول مدن تانية بتستضيف الفرق دي وده أكبر دعاية صحية لها انت مؤهل دلوقتي تستضيف الفرق الكبيرة انه التحضر يتكلم على النهاء بتاعه يبقى في مصر بصبت وفضلت اعداد تبقى عند حضرتك موجودة هنا الاعداد بتاع الفرق ده وده دعاية صحية بملايين وان انت تستقبل وتستضيف بطولات وتنشئ بطولات هي في مردودها رياضية لكن مردودها سياحي واقتصادي فاعتقد زي ما قلت الحالك بكل المقيس ان صناعة السياحة خدت الخطوة الاولى ان انا دلوقتي عملت بنية تحتية وعملت دعاية بقى ان هم يكملوا عليها ويبنوا عليها عشان يبقى استفادة بتاعتها اعتقدها تبقى يعني مكسب كبير جدا جدا للسياحة المصرية ان يبقى فيها التنمية السياحية مستدامة بقى بالزبط انتهت البطولة لكن افكارها بالزبط تبني عليها وتفضل يعني تزوء فيها فترة طويلة جدا تجني سمار النجاح لازل حقق في تنظيم كلاس الأمم الأفريقية الناحية الاقتصادية في البطولة من مكاسبها يعني اتكلمنا على سياحة واضح جدا حصل فيها نشاط بشكل كبير جدا بنية تحتية رياضية كبيرة جدا شايف المكاسب الاقتصادية التانية ايه انا اقول لك على حاجة بسيطة النهاردة انا كتبت على صفحاتي في الفيسبوك ان انا رايح قناة الاهل بالليل ففي بعض التعليقات منها تعليق زميل صحفي من السويس كتاب للآتي بيقول لي طريق الأدبية العين السخنة عادينا فترة طويلة جدا بنطلب بتطويره وما كانش بيتطور لما جات البطولة للسويس من حسن حظها انه بتستضيف البطولة واحد الملاعب اللي بتتلعب عليها فقال تم تطويرها بتاعة بتكلفة وصلت لمية مليون جنيه فالمدينة نفسها استفادت طبعا وبالقياس ده تقدر تقول انه اللي اسمع اللي حصل فيها حاجات لان انت عايز تستقبل جمهور أفريقي وعربي ومختلف فانت عملت منية تحتية في الملاعب كلها وفي العاصمة وحاجات كتيرة جدا دي اسمها الحاجات الموازية اللي انت زي ما بتستضيف بطرق كبيرة فبتعمل ملاعب كبيرة بتعمل طرق كبيرة ده جزء مهم جدا الجزء التالي الاقتصادي وانا عودة كمان للقال ومحمد هو انت اهم حاجة في ده يعني هضيف على الجزء السياحي انت فكرة السمع في حاجات بفلوس وحاجات هتدفع مليارات عشان تعمل ايوه وانا ما بيجيني رحلة صغيرة الواحد زي ساديو مانينو يتصور صورة ولا رياض محرس وده عنده او زي الاخونا بتاع راموس لما جيه الغارداء ونفذ قبله والتويتر اللي عملها انت لو دفعتله لا لما مورينيو يتصور تحت سفح الاهرامات انت لو دفعتله انت عشان تعمل حاملة اعلانية في الدول الاوروبية بتدفع دولارات كتيرة جدا 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 اوه اي دولة سيد عمدان اسف المواطعة اسبانيا بعد العمل وراموس ودبع بعض هاجم بتواسق الراجل الاعمال كامل ابو علم مستضافه والكلام ده قالك ازاي تجيب راموس وبتاع ده كلام ببطل بولا انا عارب راموس كتب ان مصر بقت جزء مني الكلام اللي كتب تعرف ان اسبانيا من يومين ثلاثة بالزبط طلعت قرار بتخفيف حظر السفر عن سياحها لشرم الشيخ كان مردود لزيارة راموس راموس وقبليه نجوم سينما كتير وقبليها ظن نافذة في اكتر من حد بريال مدريد جه وقبليها مجموعة من الفنانين فانت لما الناس دي تطلح تقول ان انا جيت فكل ما يقال عن عدم الاستقرار عن ما عرفش الارهاب لا بهم كان هو فده جزء انت لو دفعت المليارات مش هتعمله بهذا الشكل في جزء الجزء التاني انت بتبيح صورة الصورة دي ان مصر المستقرة مصر الامان في اعلى درجاته كله الناس بتمشي طبعا فيه صور سلبية بعض الصور السلبية اتمنى احنا نقضى عليها زي التسول وحاجات انا شفت مشهد في مدان التحرير واحدة تونسية معدية واحدة من المسكين وردي ده بصرت بعلها اتمنى ان احنا نقدر نقضي على الحاجات دي اللي بتفسد جزء بين الصورة الفنادق اللي اتمالت الطرق اللي اتعملت شركات الطيران اللي اشتغلت طبعا على المدى البعيد انت كذبان حاجات كتيرة جدا لكن وانت بترأس الاتحاد الافريقي بتقولهم ان انا اقدر ان انا نظم اي حدث في اي وقت وبصورة جديدة جدا بحكم ان انت عندك بني اساسية مختلفة عن كل الدول الافريقية يعني لم يكن نفسك اظن الا دولة زي جنوب افريقيا لحد الماء دولة زي المغرب لكن في النهاية لما جدت جد انت اللي استضافت وانت اللي عملت ووقفت ازاي تقدر المثل ده اذا انت كنت قادر انك تعمل الحاجات دي في الوقت القياسي ده طبعا احنا يا اخواننا نجربها في قطعات اخرى هو ده السؤال الكبير اللي تركته البطولة وكان ازا كنا نقدر فعلا نستطيع ننجز كل هزي المهمات الصعبة نقدر نعمل ده في كل مجالاتنا يعني لعلا ده يكون روح الكاني اللي تستمر بعد كده لكن مش عايزين نبعد عن البطولة واهم حدث فيها بالنسبة لمنتخب مصر محمد صلاح ازاي شفتوا نموذج محمد صلاح والله هقول لحضاك على حاجة ممكن نستاذ عمدوا بيتكلم اشر لنقطة ان اللعيبة رند الاعمار بتاعهم 22 سنة 25 سنة 27 سنة عايز اقول لك احنا اكبر متوسط اعمار في البطولة 29 سنة ونص ولم يحدث في بطولات وفقا لاحصائيات الكابتن فاتح نصير لم يحدث لاي فريق في السنوات الاخيرة فاز ببطولة عالم او بطولة اوروبا او بطولة افريقيا زاد متوسط اعماره عن 26 سنة احنا 29 سنة ونص لكن محمد صلاح ما انا بقول لحضرتك بس لان انا عايز اقوله ان محمد صلاح طبعا اكونة مصرية بلا جدال يعني وكنز مصري احنا مطالبين ان احنا نحافظ عليه انا مش عايز ادخل في جدل هو تصرف تصرف بعض التصرفات قد يراها البعض انها سلبية او الكلام ده كله ان انا مش عايز العب على الوطر ده يعني محمد صلاح نجم كبير نجم دولي وهو انا انا يعني لقى شك في انتماؤه وفي حبه المصر والمنتخب المصري طبعا انا يعني الاداء بتاعه انا مش اقيمه انا راجل مش نقد رياضي انا بتابع الكرة وبحب المنتخبه لكن راس الدموعه طبعا راس الدموعه يعني الصورة ايه بيبكي بانكساره بزعل يحمد صلاح ماشا ننسى لما دخلنا كاس العالم الموتش اللي دخلنا فيه لما الجون جيفينا هو واقع في الارض والكلام ده كله انا اعتقد ان محمد صلاح كان احرص من ناحية الشخصية قبل ان نكون ناحية الوطنية ان احنا نفوز بكاس الأمم ويبقى هو من المؤهلين يبقى الافضل في العالم صحيح انما البعض شاف ان اداء محمد صلاح كان فيه يعني خلنا نتكلم انه فيه تخازل انا ضد الكلام ده ما اعتقدش يعني بالكلام ده لكن كان فيه اه بالزبط كده محمد صلاح مرر كام كورة وعمل كذا حاجة في المغاريات لكن الفريق بشكل عام مدير فني ومنساعد وما ساعدش محمد صلاح خلنا نتكلم اعتقد محمد صلاح لو كان لعب في الفريق بتاع الفين وعشرة والكلام ده كله كان فرق معاه جامد جدا جدا يعني لكن برضو اصوص براهيم انا يعني مش قادر اتحمل عليه انا شاف محمد صلاح برضو اذا كنا بنتكلم على تحسين الصورة وعلى الكلام اللي قاله استاذ عماد لتصدير المشهد الايجابي محمد صلاح جزء كبير من تحسين الصورة المصرية في اوروبا وفي العالم بشكل عام يعني اكيد في بعض التصرفات قد تأخذ على محمد صلاح هو بشر يصيب ويخطط طبعا ما يعني لا نقدسه ونخليه اله لا نهلل ولا نهول بالضبط كده انما في الاخر انا لازم دوري انا كاعلام ودوري كشعب مصري ودوري كرياضيين ان انا حافظ على محمد صلاح شافي خطأ اقومه لو ارجعنا لاداءه انا مش قايم الاداء الفني انما موقف زي موقف بتاع عامر وردة انا على المستوى الشخصي ومش حابب يمكن ما كنتش تتمنى ان صلاح يتدخل يعني يدخل انت راجل ليك رمزية وليك يعني مكانة خاصة ما كانش مفروض يدخل وبالشكل ده طب حاج فهم ازاي قبلها كان موقف تاني حصل انما انا برضو ضد من انا يعني زي ما قلت حالكده نحن نقوم لو فيه خطأ يتقوم لكن دور كل الاعلام والرياضة وكل ده ان احنا نحافظ على محمد صلاح وندفعه لقدامه اعتقد ان محمد صلاح قسر اكتب من المنتخف في الجطولة دي محتاجين نحتضل محمد صلاح عن كده شوية طبعا انا متفق مع معه زي ما قاله بهنساوي احنا محمد صلاح ده يعني الاملة بتاعتنا يعني نتمنى عندنا منه عشر خمستاشر عشرين بس الى ان يحدث ده فاحنا مطالبين ان فعلا نحافظ عليه بكل ما نملك في بعض الكتابات المسعورة الطائشة الغير الوعية ان يقول لك يعني لا يا سيد محمد صلاح واحد قدوة حقيقية وما فعله محمد صلاح طبعا للصورة الزهنية عن مصر انا حضرت مؤتمرات متخصصة على كيف تبيع الصورة الزهنية تبيع بمعنى الترويد لاي سمحت هاني محمود مهند الساني محمود كان وزير اتصالات وتنمية ادارية بيقول فيه ما فعله محمد صلاح لتحسين الصورة الزهنية بتاعت مصر لدى الخارجي الناس اللي ما عرفوهش من برا افضل مما فعلته كيانات وهيئات قال لك افضل مما فعله مجلس الوزراء مجتمعا وقال بقول مجلس الوزراء اللي كنت أنا فيه عضل عشان محدش يزع طبعا طبعا محمد صلاح حد صديق كان في رحلة بفيتنام حد بيساله انت منين قال له من مصر ما يعرفش عن مصر يا محمد صلاح طبعا ده عيب من الراجل ده لانه مصر كبيرة وعظيمة وآه بس بيجي تنته دلوقت الكورة هي مجال التعريف حتا كترة جدا محمد صلاح اللي عمله للصورة الزهنية لمصر اللي يقدر بتمن وهو الرجل ملتزم وواعي وسلوك الشخصي هايل ومحترق هل اخطأ في بعض الحاجات في النعم انا رأيي الشخصي هو بوضوحه كتبت ده اخطأ ان هو التويتر اللي عملها لم تكن موفقة بتاعت وردة قدت انطباح سيء جدا لبرا حتى مش لجوه اخطأ ان هو اذا كان قد صحها انه كان من ضمن الذين اشترتوا عودة وردة للعب اخطأ بس تحط ده في سياقه خطأ في تقدير الموقف بالظبط في تقدير الموقف بس وربما فيه جزء انساني والسن الزغير بالصبت وعلى بقراء البعض انه ربما يكون قد فكر في مصر بالطريقة المصرية مش بالطريقة الانجليزية مش مطلوب ان انا اترصده ولا اصدده انا مش مش عايز ادمر او اكسر ده لا ده لان احنا فعلا محتاجين محمد صلاح ومحتاجين يبع عندنا اكتر محمد صلاح عشان يبع عندنا نمازج كتيرة جدا لانه ده هنا النموذج بتاعه عكس نموذج وردة زي ما احنا بتكلم على وردة للعمل حاجة سلفية محمد صلاح لما كل الناس يقولوا ان انا عايز اعبقى زي محمد صلاح لما الشباب لما الحاجة بتاعت المخدرات سمحت من وزيرة التضامن في مؤتمر كان على ازاي المسلسلات والدراما تعاملت مع المخدرات محمد صلاح الحملة اللي عملها فرقت بالملايين ناس كتيرة جدا دي هنا دي القدوة اللي انا عايزها ان المحمد صلاح الحملة يقول له ما تشربش مخدرات انت اقوى من المخدرات شوف ده بيقدي رسالة ايه وانت محتاجه في ايه في ده والتاني اللي بيعمل ايه لم اخذر ماشي فهو ده ما انا احتاجه مش عايزين نحافظ على صراحة بكل الطرق ويعني مش نقصين الروح السلبية اللي بتحصل دي مش نقصين الروح السلبية في جملة اخيرة حصاد الكامل تأكيد لريادة وقدرة مصر تأكيد لريادة وقدرة مصر وانت مصر تستطيع من خلال الكامل ان هي تنجح في حاجة كثيرة جدا اذا اشتغلت بنفس الطريقة دي نعم اعتقد حضراتكو استمتعتوا بهذا الحوار المهم في النظر لملف كان بشكل مختلف شكل ينظر الى المكاسب السياسية والمكاسب السياحية شكل يؤكد على ان مصر التي انجزت هذه البطولة الرائعة التي ابهرت العالم تؤكد من جديد على انها عادت لتقود وتستطيع ان تنجز الكثير من الملفات الاخرى المهمة في السنوات القادمة شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضراتك وعلى حسن المتابع دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله بطلا شامخا والدور في الجزيرة في الأسبوع القادم إن شاء الله مهما قال الأستاذ عمد حسين لكن بعد الحلق مباشرة نسيكوا تستمتعوا بملخص لما حدث اليوم مع معسكر الأهل في أسبانيا المباراة الودية والتأسيمة اللي جرت في ختام المعسكر وتصبحوا على ألف خير اشتركوا في القناة